طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في جلسة جديدة من جلسات ونسأل ضروب النجاح في مؤسسة الباحثين السودانين التي ابتكرها الحبيب دكتور ياسين حسن واليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 يسرنا ويسعدنا ويشرفنا أنه يكون معنا واحد من الناس الناشحين جد جد الممكن يتعلم منهم ونشوف منهم عبر كثيرة الدكتور أمجد إبراهيم سلمان عامل بكريوس طيب وجراحة من جامعة بوزنان في بولندا في ستة وتسعين وعمل بكريوس طيب وجراحة من جامعة جورنغين ولا شنوه؟ جورنغين جورنغين في هولندا في 2007 بعد ذلك يتخصص في طب الأسرة من جامعة لايدن في 2012 وعمل ماجستير مرضى السكري من جامعة وارويك في بريطانيا في 2022 دا من الأهيل بتاعه الأكاديمي وكذا والمهني لكن أمجد إحنا عرفناه عبر المجال الاجتماعي والنشاط العام فهو عضو الاتحاد طلاب السوداني في بولندا ورئيس فرع مدينة بوزنان طلاب برضو ورئيس الاتحاد طلاب الأجار بكل التطيب يعني مسيرة طويلة جدا إحنا إن شاء الله حتى ترقليها الليلة في هذه الونسة لكن أمجد برضو يعني فيه ناس كتال جدا بيحبوه ويعني بيتابعوه وبيقروا ليه هو طبعا كاتب وزور متعدد كاتب وأديب وشخص لطيف وبشوشو وحسن المحشن فده كله إن شاء الله حيتعرض له في ونسة الليلة وإن شاء الله الحوار حنديره يعني بالتناوب أنا وحبيبنا صاحب الونسة نفسها اللي هو دكتور ياسين بإذن الله فهنبدأ الآن النقاش ده مبسوص عبر صفحة ونسة على دروب النجاح في الباحثين السودانيين وكذلك مسجل هنا في الزوم فإن شاء الله يعني الناس تأخذ أمسها جميلة وزي ما بيقول حبيبنا دكتور علام إنه يعني يوم الخميس ده لا تضيع الخميس بتاع زول ولا تخل زول يضيع خميسك فإن شاء الله حتستمتع مع دكتور مجد دكتور مجد مرحبا بك يا أخي سلام يا عزيزنا أنور دكتور أنور شكرا لك وصراحة يعني أثرفت في التناء أخجلت متواضعنا وزي ما كنا قول ناسي قبل البس المباشر ده يعني الحاجات دي كلها بتجي بالصدف فقط وربنا يقدرنا يعني يعني نقدم حاجة إيجابية في ظل الوضع اللي إحنا عايشين فيه كلنا ده وطبعا قالي لنا عاني منه وإن كان الليلة كان فيها أخبار كويسة إنه البلانس رجع للصراع العجيب ده الحرب اللي بسموها بس هيهم مواصلين فيها على أي حال ما نمشي في الاتجاهات دي فشكرا لك وشكرا لك دكتور ياسين اللي وثق قبل شوي في ونستنا اكتشفنا العلاقة بتاعت الناس معنا بيناتنا صداقة قديمة لكن السودان ده فعلا أسرة كبيرة وممتدة وغاية والتعياد دي بتفتح أبواب كثيرة برضو معنا طبعا في عبر اللايف هنا عبر الزوم دكتور صافيدي محمد سعيد يا صديقنا وزميننا نضم علينا في قطر مؤخرة من كندا ومع زميني دكتور مهند سليمان طبيب أسرة برضو في قطر جاءنا من بريطانيا لذي خمسة ستة سنين يا جماعة ما عليش نكبركم والصديق والدو فعال باش مهندس علي دياب برضو كان معنا فترة طويلة في قطر ودلوقتي في نيوم في السعودية فمشاء الله يعني اللقاء ده لما ناس كثيرين وأعتقد أنه عبر الفيسبوك لأن المشكلة الواحد ما بيشوف الناس في حاضرين كم لكن طالما هو مسجل ممكن يعني الناس تشوفهم مرة ثانية شكرا شكرا جزيلا على الصداقة طبعا الوانس أصلا ما بتتيم ولا بتاعي إلا نسمع صوت حبيبنا دكتور ياسين فدكتور ياسين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الخميس 26 سبتمبر 2024 نزل الله سبحانه وتعالى أن يرد الوطن آمن المعافى ويرد جميع طيور المهاجرة أمثال دكتور رمجة دكتور أنور وباش مهندس علي إلى حضن الوطن والعمل على تنمية الوطن المعطاة مبادرة الباحثين السودانيين وعلى رأسها دكتور أنور ضفع الله المبادرة المعطاة تضم لفيف كبير جدا من الباحثين السودانيين وغير السودانيين في خضم المبادرة هناك فعاليات كثيرة جدا ورس على دروب النجاح ممكن تكون واحد في المئة من الحاجات التي تتعمل في مبادرة الباحثين السودانيين ورس على دروب النجاح هي الغرض مننا يا جماعة الغوص في دروب الناجحين نرى المحطات التي عانوا فيها والمحطات الجو منها وبعد ذلك المحطات التي عانوا فيها لحد ما وصلنا بالشكل الجميل يعني طبعا الشكل الجميل بيكون طبعا فوق كده زي الجبل بتاع الجليل يعني تحب بيكون معانا بيكون هجرة وغربة يعني رحلة طويلة جدا جدا مرحبا بك دكتورا نور وطوالي نديك الفلوار طيب دكتورا مجد أمجد الأمدرماني دائرين نعرف من مولدك ونشأتك يعني تولدت أمتين أو لو ما ما نعصرك كمان يتولدت وين وشنو كان ظروف الملابسات يعني صدق والله شوف أنا ما عارف قصة أمدرماني إذا صدقت علينا نحنا الانتمال أمدرماني سيكون بشبه جينات وراسة لأنه للأمانة يعني أنا في معظم حياة البداية كانت في ليبيا مع الوالدة ولكن الوالدة من من حي سيدة المكي طبعا من عمق أمدرماني قديم وهي أسرة صارية هاجرت من الشمالية بدري من قرية الجبلاب اللي هو من أسيب نبيا من ياسين ضربطتنا القرية مع دكتور ياسين فهم هاجروا مع الإمام المهدي يعني لأن حبابتنا اتولدت في أمدرماني فحي سيدة المكي بالنسبة لنا أي حاجة لدينا الوطن زي ما بقولو وديك حاجة لطيفة كذا عندنا هانا برضو هاجروا في الظروف الهجرة الأخيرة دي ماشوا أمريكا فعندهم بناتهم صغار كذا متعودين على الحلة لما نجور لقوا عبابتهم رحلت لبيت ثاني فلما ماشوا في شاف الشارع كذا قال لا يا مام انت ما وديتين السودان بعدما هما في سودان ذاتي لكن السودان بين السودان بيعني المكان ده ربتو بوجود الناس والأسر المتسعة لأنه هما زي 8-9 بيوت زي حيش أنا مدرمان المعروفة دي فإنك لو تفتن تسجي نزول في أوضة أو في بيت ده بالنسبة لك أنه ما رجع من أمريكا ذات طيب نحنا أنا يعني ما في أسرار بالنسبة للرجال قصة العمر دي 24-69 ومعظم بداية الابتدائي والمتوسط وجزء من الثاني وقضيته مع الوالد في ليبيا وقال جيتنا للسودان وهو السودان اللي بعنالينا عيسيد المكي ومدرمان وادنباوي وعيسوق كانت على فترات متقطعة الأطول فترة قضيت كانت لما امتحنت الشهادة الثانوية من مدرسة المؤتمر واللي كانت زي 24 شهرة على بعض قبل الهجرة الثانية لكن أنا ما ده أسرح قبل ما أخلي أسئلتك يا نور ودكتور ياسين دكتور نور طيب يعني انت قضيت الطفولة بتاعتك يعني لحد لحد النهاية المتقصد في ليبيا مش كده نعم لغاية العالي ذاته نحنا ودتنا بس صدفة غريبة جدا أنا دائما بقول انه الانسان ما بيختار يعني عشان كده النجاح ذاته عبارة عن صدفة وزي ما كنا قبل من التناقش قبل بداية البس ده انه الزولة الحتة يمشي فيها يبزو قصارى جهد يمشي ده قدام لكن ما بتختار يعني الدنيا دائما بتخدك في تحديات فالودان السودان كانت في ليبيا قرارات مفاجأة ألغت اللغة الإنجليزية ونحن في سنة ثانية ثانوية من المدارس وبما ان الوالد مدرس لغة إنجليزية كان مشكلة بين غزاف وإنجلترا قال يا جماعة انتو هذا ما فيها لغة أجنبية ما بتوديكم أي جامعة في الدنيا فلما عفشكم طوال في كل حياتنا تغيرت انضمي للمدارس السودانية وخشيت بتحنت أنا من السودان مدرسة المؤتمر وصراحة ما طوالي طبعا لأنه كان منافسة حادة جدا أنا أذكر طبعا دكتور باشمونتس على دي هده راجل دفعة فكان في زمن 126 ألف طالب الرغم داصم ما قادر أنساهم وبعد المنح وأي حاجة كل المرقم 4200 فلك أن تتخيل مواعين الدراسة الجامعية في الوقت كانت كيف 122 ألف أو 121 ألف و800 طالب ما كانوا بيمشوا أي حدة يكونوا بالسانوي أو بيعيدوا مرة ثانية فدي ببساطة دي المسيرة قبل السانوي لم تحن 87 نحن في نهايته الشهادة كانت بتطلع متأخر والمنح الخارجي بتنطف ثاني 18 شهر لقد هنا زي 10 أشهر لقد المنح الخارجي أنا جاتني بالتحديد في 88 ومنا ماشيت أوروبا للرحلة الطويلة اللي حنتكلم عن تفاصيل دقائق أنا دائر بس شوية في الفترة دي شو كان مستوى الوعي بتاعك الوالد أخذ القرار بتاع إنه الناس ترجع للسودان رجعت في وعيك كيف هل كنت حانق والله هنحسن لك أنا كون في ليبيا ويا سلامنا راجع السودان راجع الطيب سيد مكي أعرف أقول لك حاجة غريبة يعني هو الوحدة الأحداث كانت كبيرة أنا بصراع في ليبيا من البلدان اللي هو يعني ما فيها تجمعات كبيرة زي زي مثل السعودية والأمارات في كل الأوقات نحن كنا ثلاثة أربعة أسر في المدينة نحن كنا في مدينة نسيم الزاوية على بعد خمسين كيلو من طرابلس فما في العلاقة ذا سيتا في الدوحة كأن قاعدت في السودان بالعلاقات فهنا كانت أسر بسيطة وما في وقت أنك تمشي تلاقي الناس متباعدين ذاتهم يعني أذكر منهم أستاذ الله يرحم أستاذ بشير طه أستاذ إنجليزي زميل الوالد والأستاذ طيب عبدالفراج الله يطراه بالخير برضو زميل الوالد دولاده أمجد وإنازل موجود في أمريك على أي حال فما كان في وقت أنا كنت محيب للقراءة I don't know يعني كده It happened like that يعني أنه وجود وقت طويل وما في كورة برة وما في نشاطات زي السودان مثلا وزيارات وأهل فكان لازم تشوف له هواية كأنه بتفتح ليك أبواب أي كتب يعني كتب بتاعت الوالد في البيت أي شيء أي شيء أي شيء بللقا قدامي يعني بقرأ وكان في حياة برضو ثقافية معقولة في ليبيا في اللوك الدك ومن الحياة اللظيمة أنا بقلت بقرأ الكتب بتاعته بتاعت أخوي الأكبر مني خاصة في المنهج تعالقراءة لأنه طبعا فيها قصص كده فأيما أخوي دالله تراه بالخير كان أكبر مني بقى ربعة سنين فكان كتب القصص فيها دائما أجمل فأنا أول ما أبدأ السنة الدراسية كتاب القراءة هذا القراءة أنا كتب وخلص طوال إلى سبعين ثلاثة لأنه كان جديد طبعا بيجيك جديد حاجة ظريفة وكله قصص فالقراءة كانت الملاذة الوحيد في بلد ما فيها يعني ما كان فيها حاجات صراحة أنا أعتقد كبير فلما جيت السودان بالعبس كان يعني إحساس ظريف لكن ما كنت عارف أبعاده للأمانة لأنه كنا صغار يعني وكنا مجبورين عليه لحد ما هاو في المدرسة كيف تعمل معاك عند زور للشهادة العربية ولا ولا شهادة ليبيا بتكون مختلفة نشوف هو في البداية احنا ما شاء المنطمر كان أنا جيت من هناك طوالي في التكسيم احنا في ليبيا ما عندنا رياضيات وأحيان ودونا فصل اسمه حيان وكان رياضيات كان أحياء قضي احنا كنا فصل أحياء وفصل رياضيات وفصل أدبي بالناسبة الشيء بالشيء يذكر طبعا نقول طارق أبوغرون كان في الفصل الجنبي الباشمهندس طارق أبوغرون الليسي موجود هنا ده معنا طارق أبوغرون دفعتك مش نيمير برضو معنا دفعتك ولا شنو نيمير نيمير البشير يس دفعتنا برضو لكن انا طارق ما لاقيته نحن نتحنى في نفس السنة نعم طارق لكن احنا ما لاقيته لأنه كان في الفصل الجنبي يعني الناس اللقروا مع بعض ثانية وثالثة قدروا يتلاقوا في ثانية بعدها تتوزعوا فاحنا قرينا ثالثة طوالي فأنا ما عرفت انه انه دفعي لما اتلاقيته هنا في قطر بعض يعني كم وعشرين سنة عرفتها لأنه لما نعدد لي الناس يعني تعارفنا انا سأبوريك ان الوحدة من الصدف هاي عرفت زي عندك صور والبزنتيس ولا حايد ارتو يعني حاجة كذا مراءة يعني يا ريت اي بس لو في حاجة كذا من الفترة دي كالفترة زي أقول والله والله أنا ممكن أوريك حاجات بسيطة ممكن الناس ما كله نوستالجيك يا دكتور الناس كله نوستالجيك خالص نوستالجيك خالص طبعا نحاب بلك بحاجات كذا نعمل اين الشير طب بصور قديمة شديد بتاع الطفولة أنا ما عرفت شايفة سي ولا ما شايف ايو كذا شايف لو عملتها فول سكريين كمان نقدر نشاه طيب اه ظهرت حاجة بيقى تفول ولا ما بيقى تفول اوكي اه ليسا اعمل الله فول ايوة ايوة كذا فول طيب اه المقابل الكاميرا ده على اليمين ده الاكبر شوية ده اخوي ايمن الكبير انا هنا قاعد على اقصى يمين يمين شنو شمال الشاشة بالنسبة للتفرج الفنوص دي ختنا الرشا الفنوص دي صغر مني زي باربعطاشر شه شوف الصورة البعضة نعم نعم ديك حياة ده انا في الاربع سنين نعم دي دي ظنيته في في فهم درمال دي اللي احنا على بعد بعد كبيرنا شوية نفس السلاسي المره ده نعم دي احنا مع الوالد الوالد اللابس نظارات ده ابراهيم سلمان وده عمنا حسين سلمان الله يرحمه برضو كان طبيب بتاع جلدية من المفارقة الغريبة انه عمنا ده من زوج خالتنا يعني حاجة للسودان ده اثنين ياخد اثنين طوالي نعم نعم ده انا وايمن ايمن الفنوص انا على يمين شوية كده جضوم مشاء الله وبعد داك ده الولد الثاني جمل ده زول من اولاد جيران ما مستحضر الاسم والله ها دي دي القرية في بولندا انا هنا لابس نظارات معانا دكتور طلال هنا مايكروبيولوجيس في بريطانيا معانا ناصر ناصر عبدالقادر ده ده العلاقة اللي لمتنا بابو جرون هنا في قطر ناصر باش مهندس اه اسوشنو اه معماري فلما نجيد قطر لانه كان السينيار بتاعنا اه فهو لما اني في الجروب بتاع المهندسين يعني اذكر الكلام ده كان في لعبة باير ميونيخ وال والمريخ مش لعبوا مع بعض صح ايو نعم صحيح فلما لقيت ناصر تقال لي احنا عندنا لقاء يوم جي معا وكل الشباب دي فيو فياخي تعال علينا بهناك فهمين من يناير 24 طاية تعرفت على الشباب دي اللي غاية هسا كلام ده ليه زي عشر سنين تقريبا ده صلاح ده صلاح ده نرجع ده نرجع قبل يعني بولندا دي برضو ده نحن يعني عن السانوي يعني اخترت انك تمشي احياء مانح ناسي واحدة من المسيجي سار كي مسيجي سار بتطلع من ونس على الضروب النجاح اللي هي كيف الناس يختار التخصص الجامعي بتاعهم لو كان يعني قدامهم خيارات انا اللي امشي دي وما امشي دي حالا كان عندي كارير اويرنس لما اخترت انه انا امشي لاتجاه هذا عشان عارفوا بعدين حيوديني 1 2 3 ولا حيفتح لي المجالات كده ولا كده فانت جي طواري نازل في احياء دي ولا ولا عينت كده للمينيو زي انا بقوله قمت اخترت منه والله ما كان في خيار واضح بصراحة انا في لحظة ما كنت كنت عايز اضيف جغرافيا زي ما قلتك احنا ما جينا فجأة يعني احنا القصص بتاعة الازمة بتاعة الحصد في ليبي السنة الدراسية في ليبي بتبدأ مختلفة عن السودان شهادة ومرقنا الوقت داك السودان المدرس بتبدأ فيه شهر سبعة وبتنتج شهر ثلاثة يعني انت تخيل انه السنة ديك ما كان عندي اجازة الصيفية ذات طلعت من هنا جيت لابس طواري في القصة دي فليبي ما كان فيها التالت سنة وفيها رياضيات واحياء مع بعض فما كان فيه فانا بصراحة لما جيت وجيت بالخيار ذا يعني احساس انه طيب انت سؤال انت كنت محدد انك دار تنشف الاتجاه العلم العلمي انه دار تقرأ طيب وانا كده لا لا انت لو شفت يعني باست عن الماركس يعني والنتائج تتعلم هذا يعني الحياة تكات عليها الفيزي والرياضيات والكيميا البيولوجيا الاحياء كانت ادنى درجة بالنسبة سبحان الله فما كانت ما عارف صراح لكن عشان كده الجماعة الشباب زملان نادل بيقول ليك الدكتور رمجز شوي عنده اهتمام بالهندسة اعتقل انه في جينات مائلة على الجهة دي هيت اصحاب كله مهندسين والله تعرف انا ما عارف القصة دي بيتيجي بيش انه لكن وحصلت مرتين بتخيل مرة ما تشاهد بريطانيا برضو مع زملاء عماد عيدة الله ترامب خير عبدالحكيم محمد محمد شمو الدكتور محمد شمو وعبدالحكيم عمر البددل ما شاهدت لهم في بريطانيا وقعدت معهم زي شار كلهم مهندسين جاء خرطون سناير كانوا علينا طبعا لكن برضو جلسة المهندسين دي انا ما عارف فاثر كده فعرفو جاي من وين ايه لكن شايف انك يعني حتورينا انك انك تطيب ده حكيته مع الطيب يعني والله يشوف حك شديد بصراحة اه لكن سويشنا اهدي دي واحدة من الحاجة الواحد مفروض يقوله مع مع الضيوف انه تزول لما الظروف توديك المحلة بس تنكرم ما عندك طريقة لان طيب يلا دي النتيجة وصلنا لانك وصلتها كيف فالنتيجة دي بتاع انك لقيت نفسك في الطيب وقدها تنكرم الوقت ده كان البعثات والبعثات بتشيل اكتر من الطلاب اللي بقلوه في السودان مش كده صحيح نسبيا كده صحيح ايه لانه الطلاب كان بيمشوا مصر بيمشوا الهند وبيمشوا اتحال سوفيت السابق ديال كان اكتر جدا من الاستيعاب بتاع الاستيعاب كل ده طيب 180 كان في زمننا قرطوم الجزيرة اظنو 50 او 40 التوتل 240 اظنو جيبوا برضو كان فيها عدد بسيط نعم وقص على ذلك الكلوليات التانية برضو اعتقد الناس على ديال باش مهندس ديال قروا اظنو 40 في كلية الهندسة نعم يقررني باش مهندس الهندسة المعمارية كانوا 30 او 40 طالب اعتقد صحيح هو طبعا المايك الا الا يقوم مرفعي الدول كده اوكي خلاص اوكي تمام طيب نعم انت السدي كزولة يعني بتعاين بأسر رجعي للامور نعم وبعد داك طبعا جات ناس ما رقتوا لفت الدنيا وشافت هل في الوقت داك يعني لو كان قالوا لك يا خاس ما هنفتح في ناصية بيتكم هنا جامعة وهيكون في كلية الطيب ولا بتاع هل هيكون برضو بتاعك انك تمشي الغربة دي وتمشي تخلي ام درمان وتخلي للاصحاب والبتاء ولا كنت تحت غامر مغامرة انه والله اخي انا اقرأ كيفما اتفق في السودان هنا دا سورة التعليم العالي لو هل هو كدك ما كان في سورة التعليم العالي ولشي لكن زي ما قال لو استدبرت من امري ما صراحة لما تعال مع انه الرحلة كانت مضنية وصعبة لكن يعني الحياة الواحد حاجة والفرصة اللي اتيحت يعني صراحة اعتقل انها بلسن يعني يقولوا منحة الهية انك تمشي تقرأ في بلدان معزز مكرم يعني يدوك منحة يدوك سكن يدوك مصاريف بس الناس لما تتكلم عن حياة دي كأنها حلم يعني الوقت داك يعني في الدول الاشتراكي بتاخد داخلية سبع سنين من سنة اللغة وستة سنين طب بتاعك والهندسة حسب كليتك وبيدوك حتى مصاريف شهرية يعني اهلك برسلك حاجة بسيطة كتدفرة قفيفة تمشي امورك فأعتقد انه لو كنت عارف الخيار الهس دا بالمعلومات التي لم تردد انه يعني انه امشي ثاني بعد المعرفة الحالية الحاجة التي تقايد طبعا عندما ترى الزوم الناس والناس معهم بيكون عندهم النتورك بتاعهم في السودان كبير جدا الناس القارب في السودان عندهم اطلقاء في اي مكان ودي المفاضلات طبعا هاي لكن بصراحة كانت تجربة ايجابية اعتقد طيب انت اهتمامك بالقراءة كحاجة قفلت بها الزمن وعدم وجود الانشطة الرياضية والبتاع الحياة تنطفر الناس في السودان هل الكلام ده خلي عندك زي اقول وعي سياسي مبكر يعني لما ريحت السودان هل حاولت تشوف ناس السياسة وين كان النقاش ومتاع ما كان موجوده في المدارس ولا ركزت في الجانب بتاع انه انا 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 في زمن جيدة في وقت يعتبر ما كان فيه ما كان فيه مشاكل من تقول الديمقراطية والناس يعني الحرية متاحة في اي وقت و رحمة الله السيدة الصادق المال كان بيجي بعربته شاقي قدام مدرسة المؤتمر يعني المنظر ده اصله كان لاصق في ذهني يعني كان بيقعد قدام منازمة السيدة الصادق رئيس الوزراء رئيس الوزراء في عينيذ فكان يعني فما كان فيه ما كان فيه احساس بانه في مشاكل ولا في نقاش كثير الوقت طبعا في سنة ثالثة ما كان ما كان فيه وقت وانا جيت لاندين زي ما قلت لك فانت لما تكون مع الناس ممكن تكون تخش في اتحادات ولا كده لكن لما تجي انت طوال على بادي على امتحانات شهادة ما كان فيه وقت وانا ما بقيت بعرف الانفيرومنت كويت بصراحة لكن القرية بتخليك تعرف القصة البتقراضي كلها مع عبارة عن عن الظلم يعني واحدة من القصة انا قريتها في سنة اولى مثلا تالت عام مثلا قصة حياة غاندي كان فيه سلسلة كده دار العلم من الملايين في بيروت كان بيجيبوا كتب جميلة جدا بعدين بيجيبوا لك نفس القصة على مستوى مستوى مختلفة فاغاندي دي دينا قريتها بقصة زي فاة تصوير كده في سنة اولة كان فالقصة بتاعته كانت مؤسرة جدا جدا الظلم والحاجات من الحاجات اللي بيستحضر عليها هسا انه كان قال انه كان خطه جدا جدا يعني باللغة الهندية بتاعت ايو فانا زول في زهنك لما تقول صغير عمرك اثناثة تقول زول ده خطه شيء معنى مفروض نشو أكرب الخطة من الزهر صحيح يبقى هيدا مسيح بالضبط شلت لك فالمهم دي الحاجات الاحساس بالظلم بيجيك من الحياة زيدي انه لازم يكون في السودان كان يعني الوقت داك فيه طيب يتقول الاسرة تعتبر اسرة يعني رأس مالية ولا اسرة عمالية ولا اسرة شنو يتضط نحن اذا ما قلت شخص من عوامل ناس كتبت عن الوالد وما قال اسمه عشر سنوات على رحيل المعلم وكتبت فيه القصة الوالد من اسرة عادية جدا جدا و حتى صدفة القراية بتاعك انه صار مدرس دي مدرس انجليز صدفة بحتة يعني وكان ماشي ودي عمنا انسان دا لسه عجيب صورته بعد شوية انه يقرأ و في الكتاب كان فيه استاذ اسمه جناوي طبعا في فترة كده كان اتاح لانه فرصة نتولد الوالد وانا ساعة طويلة اثناء كان عنده غسيل فكنا منبعد ساعات طويلة نتكلم فالاستاذ قناوي قال لي يا اخ الوالد دا صغير انت بتعرف وكان خلص الخلوة الوقت دا وشاهل قال انا ساك شاهل سك هنا في ضراعي قال لي اخ انا قريت القرآن كفان انا بعد دا عندي سعية وقرفان ماشي اسعى القصة دي ما ما تقسم معي قال لك دخل يا اخ دا انت اكتب لي لو انت قريت القلوة اكتب لي هنا في الواط اكتب لي بسم الله الرحمن الرحيم فالوالد عنده حس فكاه كده قام كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال الستاذ قناوي دا حال ذي كدير عهد كده خوف الجعلين كل شوف العربي قال يا صدف 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 بحث يعني بتخذتك في المحطات ولو ما قرأ مسلا وما كتب الكلمة دي في الوقت داك نحن نكون قاعد نس في الشمالية زي باقي الناس يعني وهي كل صدف ومحكات في الحياة نعم نعم الأقدار طبعا بتود الناس حتى ما تقدر تعرف صحيح انت ما شوين طيب دكتور رمجد الآن انت امتحنت الشهادة ومشي تقدمت طوالي يعني دي الخطة اللي كان مخطوطة لك انو والله ياخي المدارس هناك قلب عربي يعني حاج وينك سنتحن وبعد كي تمشي دي الخطة المخطوطة لك حسب النتيجة طبعا المفروض كان توديني وين كان يعني دي المسار كان مفروض يحسن تمام ممتاز طيب هل كان معاك الشباب من الفيرة دي الناس امتحنتوا ومشيتوا ودارين محددين اختي بالناس انا وقتي مع انهم فريقنا سنة الا انه هي دخلت الاتدائي بدري فاحنا كنا مع شئين مع بعض كده فاحنا لما رجعنا رجعنا انا وقتي امتحنا مع بعض في نفس السنة يعني هي اه هي دخلت خمس سنين انا دخلت اتدائي ستة سنين مهم دي الناس البعد دي الناس الحلة طبعا الزملاء والاهل في حي سيدة المكة كم زول منهم انا اذكر اخونا حسن اخونا ياسر اه اولادهنا كلهم يعني دي الكلهم بمحيتوا سافرتوا سوى للقراءة دي الكانوا قاعدين فيمدر معما دي الولاده الحلة اللي هون امتحنا مع بعض ما هناك بتلقى الباتش كله موجود طبعا اولاد خالتك الطفولة والاهل كله عندين دي الناس الكشتين برضي يا انور في وقت الفراغة الطويلة طيب سافرت على بولندا ده كان القمو بتاع الجمن هناك موس كده نعم طيب الفترة بتاعت الصاير ما دي الدموكراطية دي ما كان في توجه واشتراك يعني في البلد لا ما ما كان في ما كان في حاجة واضحة انا ما كنت اكتف يعني انا قضي انه بولندا بتقدم يعني منح دراسية دي دول تحس سوفيت في لوكتاك مش كده كلها ما كان ده كله المعسكر الاشتراكي بادي من روسيا لغاية رومانيا نعم وهما الهدف انه يجيبوا طلبة زي ما يقول يعني يعني يكسبون المعرفة بالنظام الاشتراك نشر الاشتراكية حول العالم دي الفلسفة بتاعت القراية الغرب كان بيودي الناس للمعسكر زي ما كان بيقرر الناس جامعات يعني بأسباب كثيرة ممكن تفصل فيها لو عندك فيها يعني فهم دول شرق روبا كان دائرة الناس لانه في فلسفته انه الناس لما يقود عندهم فترات طويلة بيقدروا يحصل لهم يعني اكتساب المعارف والالتزام بالمشروع الاشتراكي ده مثلا فعشان كده في المدارس وهم سنة أولى في مدارس اللغة بتاعتهم وبعد ذلك في السنوات الأولى كان في دروس على الاشتراكية دروس على الماركسية حسب البلد يعني في بولندا كان جسط أضعف الحاجة العرفة الحاجة كانت أقوى التربية الحزبية دي في الفكرة الاشتراكية من وجهة نظر بتاعة الناس البلد ذاته طبعا الروس كان أكثر شي الألمان الشرقين برضو كان ما ساهلين في الفيصة البولندين كان متمردين بطبعا لأنه حتى الوقت ذاك الفاتيكان كان من وهم أصلا كان متمردين على السلطة مع عنده الحلف اسم حلف وارسو عاصمة الحلف كانت في مولندة نفس لكن هم متمردين بطبعهم من زمان طيب مشيت زي يقول شابا صغير لسه ما بيقى على الغربة ولا بتاع ركبت مشيت نعم مشيت وبين ميتين دولار لو كد ذاك تذكر كلام ثمانية ثمانية ثلاثمية دولار طيب مشيت اللي هو طوالي جاك قبول في كل يتطيب مش كده نعم تمام القبول دا لما جاك ما فكرت في أنك عايز تحول مجال تاني ولا بس كيف ما اتفق لا والله أنا شفتها زي في وقتنا ذاك الناس ما كانت تقرأ حاجتين إذا جاتك فرصة طيبة أو هندس تنسي كفاق بيدينك وبرعينك أنا شفتها زي ريزة ما كنت شايف صراحة أنه في حاجة ثانية لأنه كأنه زي ما يقول الناس بيعدوك نفسيا عشان تعمل الخيار أنا طبعا موصل سنة ثانية اكتشفت أنه دماء الخيار لأنه أول موصل سنة ثانية طيب اكتشفت أن الحيط هذه ما نافعة معي كثير يعني ولأنه فات القين شديد وما فيها ما كنت مشيت لحاجة مثلا أدبية أو اقصاد مثلا لأنه الحاجة بعد ذلك عرفت أنه عندي فيها ميول أكتر يعني كذلك لما نكتب لو لاحظت الحيات اللي بكتب عندي طوالي بملي الأرقام أكتر من أي حاجة فلو كان عندي فرصة كان قريض اقتصاد صراحة من أول و جديد لكن حتى في ميديس عندما في خيارات بتخلي تمشي لحاجات قريبة لكن علي الحتة المشيل فيها بس وصلت أنا ما قدرت رجع لي ورية طيب ده كان اللي هو أول دقرية عملت في الطيب دي الصورة دي هناك الناس دي دفعة في بولندا مش كده بس زول الواقف جنبي لابس دعو الدجابر ده سينيرنا بدفعتين أيوة وناصر اللابس نضار في النص ده ده ناصر قدامنا بدفعة الباقين دي الشباب دي الصلاح ده من مدني اللابس جكت على أقصى و خلال ده من أولاد ركابية هنا أو في نهاية ركابية صح أيوة طيب كل النازل قروا طيب لا 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 عوض قروا فوارس واتصاد أنا وطلال غيرين طيب ناصر وصلاح قروا هندس نعم طيب شنور كان حاجة مميزة في الجامعة الجو بتاع الجامعة الطيب نفسه الطريقة بتاع التدريس الطيب إلى آخر يعني بعدين يتما مع نفسي دفعتك الناس الدخل إلى خرطوم المش مصر والهند وكده طبعا لانه ما شاهد درست طيب مرة ثانية فكان عندي المقارقة ممكن اقول لك دام لكن هو القراءة عندهم كان طف صراحة يعني الناس كثير كانوا بيزقوطوا احنا يعني في الدفعة في السنة السنة أولى كان 30% من الناس ترفضوا فيهم بولنديين نفسهم لحول يعني عرفت ايو وإحنا كان عندنا فروقات باعتبار انه احنا جينا في السنة أولى قرينا اللغة البولندية طبعا برضو كانت قراءة صعبة جدا انت مفروض تترجم السنوي بتاعك للبولندي خلال 10 أشهور أو 8 أشهور فإحنا بدأنا أول 4 أشهور وبعدين قراءة جد ما فيها كلام يعني 6 يوم ما 5 يوم في الأسبوع نقرى 6 يوم في الأسبوع من 8 إلى 3 كل يوم السبدة من 8 إلى 1 ثلاثة شهور بتقرى فيها اللغة مفروض انت تكون هنا الستة شهور الباقي بتقرى الفيزياء حسب تخصص الماشي عليه يعني الناس ناصر بيكونوا قراءوا رياضيات كثيرة الناس اللي الماشيين طب بيقروا فيه أحياء كيميا وبايولوجي وفيه تحضيري فانت بترجم السانو بتاعك للغة البولندية وتبقى فيها بعد ذاك المواد العلمية التي تمهت لك سنة أولا فإحنا لما جئنا مع البولندين في سنة أولا كان عندنا برضو فروقات لأنه لسه كانوا بدون اللغة البولندية حصص إضافية عشان نجود يعني فأول أربعة شهور في سنة أولا كانت صعبة جدا لأن أنت بتنافس سيادة البلد بيقررهم بلغتهم اللي هم بتربين بها وإنت جاي من السودان البعيد لك يعني نتنافس فإحنا ذات بصراحة أول سنة كانت معاناة شديدة حتى زهنية إنك تتفوق يعني تجيب علامات كبيرة دي أحلام فارقناها طوالي لأنه بقت المود سربايفل مود إنك كيف ما تترفض مع الناس اللي بترفض إذا نقول نعم 30% من الناس رفضو طيب مركت مركت من الهنايد إذا أقوله من السنايبر مركت سالما غانوا الحمد لله أخدت الشهادة بتاعت الطيب في بولندا نعم طيب تاني جيت قررت الطيب تاني لشنو والله يا أخي دي ماهو الحصوص إنت الحاجة ما تريدو ربنا بامتحنك فيها مرتين الحصوص الحصوص إنه كان في ظرف والله حادث أنا أقول الحاجة تخلت الناس ما ترجع الوقت داك إنه كان عندنا زميلنا سينييرنا اللي هو دبعت الناس عوض دير اسمه اسمه برضو عوض عوض أمين نعم وعوض عوض رجع السودان قدامنا وكان ما دار يقش في قصة الحارف رجع الكلام 94 نحن نتخلط 96 فالظرف خلاه بعد ذاك بيقى ما في طريقة تشغل لأنه خريج طبيب قالوا إلا تمشي الجنوب وتعمل الدفاع الشعبي ما الفريزي مش كده لا لا ده بكلام ده احنا بتكلم دفعة بولندا فالناس عوض لسوء الحظ والله توفى في الجنوب وللأسف الشديد ما أعلنت وفاة الرسمية من 95 إلا في 2005 بعد اتفاقية السلام على أي حال وفاة عوض خلت الناس يعني الدفعة كلها والناس البعض كلهم يعني السلام بيقى منطقة خطرة جدا كان الناس بيشيلون من الشوارع تذكر الفترة بتاعة تصطياد الشباب وكده والتجنيد الإجباري ودركب دفار وبعد دخلة شديدة فالناس كلهم نقرر كده كان في قرار جماعي والزول بعد داك انت والصدفت اللي بتوديك وين الهجرة داخل أوروبا كده تسهل فأنا مشيت هولندا بمحضة الصدق لأنه لقيت زول من أصدقائنا جانا زيارة قاتل هولندا بلد قويس وممكن زول يواصل فيها وكده زمين طلال دا مش بريطانيا فأنا لما مشيت هولندا دي ما كان في مشكلة في المعادلات صراحة فما كان في امتحانات لأنه ما كان متعودين على مهاجرين موهلين كان المهاجرين بيجوا هنا كلهم عمال في البلد فكان الحل الوحيد يقيم شهادتك ويرجعوك يرجعوك بعد الانترميدية يعني تقري ثاني اربع سنين تقري كل تطيبين سنة ثالثة باللغة الدوتشي ولا بالانجليزي تقري لازم تعمل باللغة الهولنبية يعني كده كأنك كأنك بديت تاني سفرية بتاعت السودان دي بدل بولندا مشيت هولندا كان خبرة طبعا الخبرة كانت اكبر شوي نعم لا لاحظت يعني الناس كانوا يوم من السودان مباشرة اصلا ما كان راكب لون يقول لغة هولندية مثلا لكن احنا جينا اصلا بنقرأ لغة ترشية زي ما يقول الحاب نديل فكنا واعين لانه قصة اي بلد دمش هدي لان نتعلم لغة الاندون مفتاح الوحيق ودلل لك على القصة انه كان في دفعتنا في الفترة احنا جينا 64 انه برضو فيها معافرة فكانت برضو فترة طويلة شديدة ايه طيبك نكلمنا على شخصية امجد الزول الصبور وعنده الحكمة دي يعني يعني دي ما حاجة ما حاجة شبابية ولو شبابية ما مرتبطة بشباب السودان زول يكون عنده صبر زي ده من وين جاي الكلام ده يعني والله نشوف انا وريك حاجة ما عارف يتعارف انت بتعاين لما انتمشي في الحتار دي ما بتعاين لروحك براك يعني عشان كذا اعتقد اننا في السودان الصغافة زي حق الهنود دي يعني البلد كله بتعاين لك عارفت انت بتحيش بانه مبسر السودان والسبي مبسر وبعد لا اهلك ولا وكذا انا ابوي مدرس يعني ما عندي طريقة اجي يعني اشنو اذا يقول الخواجات اه تيل وبتوين يور لك يعني 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 فده كانت الحاجة انه بعين لك والناس متظرين متوقعين منك حاجة ايجابية وكذا وما كان في فرص صراحة لانه احنا ما كان عندنا خيارات احنا ما كنا مهاجرين ولاجئين يعني كده يعني ما في سفر ازي اسير في في حتة معين في يجد حازمة فانت تنكرب بس ما كان في طريقة وطبعا ما حاجة كانت سهلة يعني ما مرت كده مرور الكرام يعني انت تتخيل انك اول حاجة اول شي مثلا انت ما جاء داخل من 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 ان هتمشي المحاد اللغة عشان تقرأ هما بقدتوكم كلكم ازول المجتهد ده البيبز المجهود يعني مثلا اللغة تقريبا اربعين الى ستين في المية منا مجهود خاص ما كان في ما كان في ما في ما في يعني المحاجرين في البداية كنت بخش في ثلاث اربعة جروبات لانه اللغة كان مطوعين فكنت بقرأ مع الانترميدية بقرأ مع العطبان سبقرأ مع كده عشان يكون عندي هكبر عدد من الساعات لانه انا عارف انه بتجي مساء تلجط بالضغط بكل فعد ما انا حققت سيرت الليبل كان عندهم زي اربع اخمسة لما وصلت الليبل الثالث حتى لقيت زول من المطوعين دي كلا ياخد زول المجتهد بتاع انا كده نشوف لك طريقة يعني نوديك المدرسة بتاع اللغة الرسمية البرة في المدينة لانه المطوعين ده ده حد دوم يعني ما بودوك كتير فانا اتذكر انه زي اربعتاشر شهر كنت بقرأ براي طبعا يعني دي دي هسي يعني زي نقول رسالة مهمة جدا خصوصا في الظروف اللي احنا واقعين فيها حاليا ربا نسلح البلدنا ويحقين الدماء ويشوف مستقبل السودان احسن من ماضي ومن حاضر فانا اخي الناس مرقة تس ويتواجهت بانا والله محتاجة يكون عندها زي نقول في الانجويتش وكده وما عندها فكيف ما هو السبيل لانه زول يتعلم لغة انت الانجليزي ده ما عارفين ايزو وازو بتاع السودانيين كلهم معلق الطاقش اضارهم بطريقة اما حتى في النكات والبتاع الناس بتسمع الانجليزي لكن شي هنا بوليش بولندي وبعد شوية دوتش هولندي يعني دي لغات حتى فورين بالنسبة للناس انت باد يقول لك هبست وتعلم 60% قول يا اخي 30% اتعلمت برك وازبطت انه جلت والله مجتهد بما يكفي لانه زول يلاحظ لك ويقول اخي زول ده بيستحق المساعدة لانه ما في زول بيساعد زول ما ده ريساعد نفسه مش كده صحيح نعم فدي ده زي يقول الافات ده طبعا التجربة القديمة يعني انت لما اللغات الاوروبية ده في النهاية مع مكتوبة بنفس الحروف وعند فكرتها متقاربة يعني الهولندي قريب من الانجليزي لكن الحروف كون كتعلمت لغة من جديد بتديك ال 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 انك يعني يعني ان القصة دي ممكن تتعامل عرفتها الاحساس الاحساس بيجي لو جاي من بلد تاني انه يا خير مثلا الماني ده مستحيل اتعلم صح لكن يعني مثلا اللغة البولندية الجرامر بتاعها صعب جدا صعب فيه سبع حالات جرامرية وفيه غير المؤنس والمذكر فيه حاجة اسمه روزاينيا كده اللي هو في النص كده لا راجل لا مرأي يقولها للطفل وبعض الكائنات الحية مثل الكلاب يعني عرفتها انتأسل لما يقول انا اقول حاجة بسيطة مثلا انت بتسمي بتسمع الاسم يقولك كوفالسكا مثلا كوفالسكا دي المرة طوالي لانه منتهي بكا فوق كوفالسكي ده التصريف الجرامري للفاميلي نيم كوفالسكي ده راجل وفي حاجة تقول مثلا جبلابي وجبلابية بالضبط كذا فانت لما تكون عارف ان اللغة دي صعبة تعلمت لما قولك في واحدة تانية تقول يا اخي ممكن والهولندي الناس اسهل كثير جدا من الفولندي اذا دار نقارن ف دي تسهلت المسألة حد ما والله ان كلام بتعزول والد الله كان أستاذ بتاع اللغة ورحل يتساءل دائما يقول يا ربي زود جاب الحقي دي من وين لكن كلام عن اللغة بمنطقة بيخليها شكل منطقي في نفس الوقت بتدع بعدي هندسي كده ورحل انه في قالب لها وكلام صحيح هولندا مشيت هولندا هناك كنت مشيت طالب عاد نفسك المحط عن اللغة وين والكلية بتاعت الدوام من كم لكم هي لمشيت لاجئ في رحلة صعبة ومختلفة تمام مجهولة المآلات طيب في حاجة اللي تجير وين تقول والله اخير تعلمت لغة بعد كده بتشوف انه تساهل تتعلم شون الحاجة المرتبة من بولندا وانا خلاص قفل واحتفل لا والله شوف يعني انا بقول لو درت من من اجمل الفترات التي قضيت بكلها في كل الدول التي قضيناها كانت فترة بولندا لانه اول شي حين كنا جينا صغار تعلمنا اللغة بصورة بفصاحة شديدة لانه اللغة العربية ذاتها بتستهل عليك من خارج الحروف الخاوة الشه اللي هم مشهوربان لغات الشرق اوروبية دي فدائما الناس كانوا بتكلموا عربي او بتكلموا فارسي ولا بتكلموا اللغة البولندية بصورة كنا لحد ما مجيدين فيها خاصة بعد سنين طويلة وبعد ذلك لما تفتح بتحس انك في بلد كأنه والناس لطيفين يعني على العكس في شرق اوروبا عشان الناس تلقى أجيال من السودانين مزوجين كانوا في روسيا شرق اوروبا لأن الناس مزوجين لما تجي ماشي الناس بقول لك يا أخي التماشي ليه يعني انت سمش دولة غربية بقول لك يا أخي تخرج يا أخي التمالك ما لقيت علينا البلد صح الشعبوية دي في شرق اوروبا ما كانت موجودة إلا مؤخرات في الوقت ده أي زول بتخرج بيكون دارين ويقعد يعني بيزعل ويتماشي خليك تحاسي انك البلد دي فالفترات تحس بيها أكتر من غير أنا اقول لك الفترة بقول لندا احتمال أجمل سبع سنين الواحد قضاء بحياتي لأن الوضع كان مستقير والناس ضريفين والحياة كان مع أن القراءة كانت صعبة لكن كانت أجمل كثير الاوروبيين لما تمشي عليهم الغربيين دي الناشفين شوية وبعدين عمليين شديد لتعلم منهم الحياة دي مفيدة طبعا في الحياة العمليين لكن هما رف وطف وانت يعني نازم تقلع منهم ستنافز في لغمة العيش فدي كانت برضو صعبة جدا الناس كانوا زملائنا كانوا عنصريين علينا يعني وشايفين كثير علينا نكون دكاتر او نكون اي حاجة تمام انت امجد يعني قعدت الحدي ثانية سنوية في ليبيا جيت السودان امتحنت وماركت في الوقت ده كله كنت يؤيدنتفى سودانيز براود سودانيز ولا كافريكان ولا كعربي ولا شنو بالضبط كان الوضع هذا بالنسبة لك لا كطوة ما واضح هنا يعني يشوف كان في مشكلة لأنه يعني واحد كان سودانيز معتز بسودانيز كون احنا احنا مشه مثلا لأبو مشه معلم مثلا فكان تماشي لحيث كذول مدل كلاس صح فإنك ماشي الناس تعلمهم برضو معنا كان عندنا الأفر هان في هنا لكن الامانة في وكيتنا كان هارش علينا كناس يعني ملوانين يعني أو دارك سكن فكان يسمعوك قصة يا عابو يا قيرا قيرا كان عندهم أسماء كثيرة جدا جدا التوانصف يقوله شوشان يقولك شوشان التوانصف كان عندهم أسماء كثيرة فإنت في اللحظة دي بيجيك الإحساس بتاع العدم البيلونج ده هارفت انت النناس ذي ما ناسك يعني لأنه هارفت يعني إذا في قومية أو علق حتى لو في قومية الصورة أنا بالنسبة ما كنت ما تحييش لكن إنه النناس ذي ما ناس عشان كده انت لو قبل سؤالك بتاع لمرجع السودان كنت مبسوط جدا طبعا لأنه انت بتحيس ترجع سؤالك أهل وعشيرة والناس مبسوطين بك وما بتحيس بالحاجات دي يعني لو حصل طيب مشكلة بنتدقة دقنا لليش في المدرسة يعني أنا اتذكر واحد زميلنا عادي باقور في مدرسة في نهاية الانتحاد دقونا المدرسة دي كل دقنا يعني سبحان الله يعني لغا تسي مفلق تخيل عندي من الدقة دي او دقات زي يعني والله دي يعني حاجة كانت صعبة بصراحة ما كانت سهلة روماتيك لحد زكرة زيل هنا كيف يا زول ما دق شديد ما دق نصح طيب هل لي نمشي في هولندا ودعلك اعتقد انك انك بيقيت ناشط سياسي وزول كده والله يشوف انا خدمتنا بعض الحاجات انا زامني في لحظة ما في محدة اللغة في هولندا الاستاذ صديق عادل عبدالعاط عادل عبدالعاطي كان الوقت زول رجل فاضي رجل عالم يعني انا اعتقد من الناس الاكثر لاقيتهم الاكثر يعني بيقولوا اشنو يعني لاس اكتر معرفة عادل جانا من القاهرة الفرع في سنة ثالثة وكان متام في القضية بتاعت العنف الطلابي وحكم لمدة سنتين وطلع براه في الزمن الديمقراطية وبعد ذلك كانوا الناس بتربصوا به والكيزاندير فطلع طلع جاء بولندا لما جاء بولندا جاء في دبعاتنا طوال نزل معنا مع هذا اللغ فزول كان كاد الخطاب في جامعة القاهرة الفرع خطير يعني فالرأي هذا اللي أنا أعتبر المعلم الأول في قصة الفكرة الإنسانية وبعد ذلك كان موسوعي يعني كان بتكلم مع لما الناس بعد أربعة شهور تعلمت اللغة بولندية تكلم مع ناس كوريا الشمالية وفيتنام عن قضايا يعني عندما تكون مذهول بأن جاء من السودان بتكلم بالعمق مع الناس لما موسوع أيها طبعا كان قدامه بأربعة سنين جامع وعمل سياسي عميق وكذا فهذا تتزول تعلمت منه بصراحة كثير جدا وأفضل لا تعد ولا تحصى لأنه اشتغلنا بعد ذلك في جرائد الجبهة الديمقراطية في بولندا اتحاد الطلاب السودانيين عملنا حفلات في محد اللغة تخيحنا عملنا حفلة يوم سوداني ثقافي كلام حفلة راكصة قدمنا في المردوم والأي تلاتة أربعة راكصات سودانية رهيبة جدا ولقد استحسان الناس دي كلهم فالوضع الطلبة كانوا هناك صراحة مبتهدين شديد وقلوا خطوا في الفيزول يعني اثار لا تنسى نعم نعم تمام بشيت هولندا بديت عن الطب وكملت في سبعة ستين كما أكتر والله بيقين ما بنحس بصراحة يعني طيب انت لك أربعة طهر سنة بتقرأ طيب دافي على مستوى البكريوس نعم في النوس كان فيها حاجات اللغة اللغة دي ما بتاكل منك زمن شوية بعدين هولندين زي ما قلت ما ناس ما في تراك هو اصلا انت بعد ما تخلص اللغة بيتمشي بتقييم شهاداتك بيودع الوزارة بتاع التربية والتعليم بيدوك محلة المحلة ما بتقول لك السنة دي ما بنقبلك بنقبلك السنة بعدها يعني مثلا لما خلصت كل اللغة والمعادلات على الشهادات مشيت الجامعة وقول لي يا خنا ما لدينا كورسي السنة تجينا السنة جاية لا حول لا بالله فالسنة دي كانت برضو أنا بوريك الصورة ضريفة منها هادي واحدة من الصورة في السنة دي الحصول شايف الشباب دي الاتنين معاي فكونا شغالي في مصنع بتاع 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 حاجة كده زي الدفايات فشايف يعني برضو شغول هندسي كده ايو 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 فده الحتة دي قعدت في زي ستة شهور من السنة من الستة شورة قال لي انتظر فيها دي وكنت شوفت الشغل بتاع بلو شايف القميص ضي جينز كده بكون طويل كنا بنلبس الرسمي كده بنجي الدفعة سبت صباحا بنبدأ نخلص الساعة ثلاثة دهور يعني ريت فكان حتى عند انا شفتات فالمهم يعني الحالية ما كانت يعني بعد داك السنة دي اصتغلت فيها زي غير المصنع دا كان اكبر فترة اصتغلت فيها سبعة شهور بعد داك ستة شهور قبل الجامعة وبعد استغلت في زي تمانية والتسعة مصانع مراتب على كيميويات على يعني يعني عندك خبرة خبرة عمالية ممتازة يعني شوفت الطبق العام للقرينا عن طبقنا يعني مصطح الدولة والعمال اصحاب الحق وفائض الانتاج ذات ماركز دا بعمل نبين كلام دا لما نشوف نا الكلام العطر دا فائض القيمة طيب في صورة قبل الصورة دي دا بالناسبة طيبة ذكر بروفيسور قاجينوفسكي دا كان رئيس شؤون الطلاب دا اللي بنا أقدم لأنا فقدت في الوقت دا عميد شؤون الطلاب عميد شؤون الطلاب في كل الطلب ودا زميلنا محمد حسن الدكتور قصائي أسي بتاع عظام وده كان في متحف يتعامل في مدينة بوزنان عن السودان وطبعا قمنا دعينا الرئيس عمد الطلاب معنا الرجل دا طبعا في رئاسة طلاب طلاب الأجانب فأي زلدار يعيد امتحان طوالة يشيل الطلب يكون راجعه فهذا كره تزات الحياة في النهاية لما جاء المتحف المهرجان دا ودعا عمل محمود الطيب الربع عليه رحمة الله يتوفى بروفيسور في علم الآثار تخرج من بولندا وعمل المتحف للآثار السودانية لو عين توره هناك ستجد العملة السودانية الطرادة شايف الفريني والبتاع كل الحاجات وبعد ذلك الجزء الباقي من هناك كان عن الآثار الفرعونية في سودان لأن البولندين كانوا من الدول الأوروبية التي اشتغلت تقريبا خمسين سنة في الآثار السودانية في شمال السودان يزول قبل بوني والشباب لا معهم متزامنا معهم لأن الراجل هناك البروفيسور متتلمس على يده البروفيسور محمود الطيبة الربعة هو توفى السجل بال شهور يعني دي واحدة من الصور في الفترة ديك يعني دي آخر بعدك زي ما قلتك جينا مع ناس العاصر نعم الفكرة كان انه برضو انك داير تعمل قروش ادخل قروش ولا انك دار تقضي الزمن لانك انك تحب القراية والاطلاع لا بقش نتجار برضو والله يشوف ما احنا الفترة دي الهجرة دي ما بتكون فيها عندك مرات حقوق بتاع عمل اول ما يجيك حق عمل ممكن يعني تحقق مفروض تعمل حاجات يعني تصرف على نفسك شوية عرفت كيف فكان ادحق لدينا دخل شوية والوالد كان الوقت داك شوية مريض لانه جاه زي فشل كلاوي وقل الشغل في ليبيا فكان برضو زي مصدر بتاع دخل اضافي يعني وطبعا سنة كاملة انا قلت في بالي لما زول اشتغل مع الناس اول شي بتتعلم اللغة بصورة كويس جدا لانه بتتعامل مع الناس كل يوم يعني يعني ففعل الفترة دي كانت مفيدة خالص يعني غير ان القراءة اللي انت اتحنت ده كده بكون في الكلام اليوم اذا تقدر تتعلم بصورة اللطيفة في الحتة دي المدير بتاعنا اللي كان هولندي لما نعرف انه انا امتحن هنا قال لي يا زول انا ما حتطول معنا عشان كده احنا هنقليها خفيفة معك ستة شهور قال لي يا زول خلاص شكلك زول بتاع جرايك عليك يسهل علينا يمهل معك ما حنقدر نحاول لانه انت لو اللي سهلة يعني ايه الرأسمالية بيحسب ويا حاجة نعم 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 طيب ها بعد داك بعد المرحلة دي مشيت يا هوك اللي تطيب هناك وكملت نعم بشنو بيقت الخيالات قدامك انه والله اخذت دار التواصل هنا ولا احسن شوين ولا كيف والله ايش اول ما خلصت انا طبعا ما خلاص بعد داك الحاجة اللي بتسهل عليك لما تقرأ عندها وتاخد شهادات لما تجي تقدم انت تبقى كأنك مواطن البلد داك ما بزول بعيد لك ياخذ شهادة جايبة من بلد بره وكده اعرفت يعني كونك بيبقى سهل حاجة اوتوماتيك يعني احنا قبل ما نستلم الشهادة بتاعت التخرج انا اشتغلت لانه اول بس تجيب الافادة التخرج دا معنا انت اصلا زولهم يعني اعرفت نعم نعم فدي بتخلي الطريق ساهل انا استغلت في في طب النفس الاطفال في لاهاي لمدة سنة وشوية وبعد ذلك قدمت لطب الأسرة في جامعة لايذين دي جام لاهاي دي برضو كانت يعني فترة جديدة هذه دي مش جامعة الحقوق الفيها كل الحقوق نعم نعم انا ما متذكر كان في زول من الناس انني متذكروا هانقرة فيها لكن الناس ما مستحضر اسمه صراح نعم دي الحتة فيها الناس العطاولة بتاعن محكمة الجنايات ومحكمة الناس فيها قانون وفيها فيها اذب عربي بالناس برضو لكن لاهاي الفيها 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 محكمة العدلة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في وقتنا داك جاد انا لحيطة كنت اشغال في اخر سنة تريننج كانت في لاهاي جنب المحكمة الجناية الدولية لا جنب المحكمة لا محكمة المحكمة الجناية صح المحكمة الجناية نعم 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 كنت جيرانو كامو يعني من بدري طيب هو بعد ذاك. بعد ذاك اشتغلته ولفيته عملت بتاعك كله. وقررت انه قدرت تتخصص في الميلي ميديسين. مش كده? نعم. والله برضو ما ما حاجة سهلة. يعني انه بتقدم. وبيحصل لك سيليكشن. يعني زملاء ناس دكتور مهند ودكتور صافي الدين. ديكونوا عارفين المساعدة كويس. اللي هو انه بتقدم. اه وبيحصل لك انتربيو وبشوفوك. اه الحاجة الكويسة كان في حاجة يصيب. اه في. لانه البلدان فيها مهاجرين كتار. ويفضل انتك لو بتعلم لغات كثيرة بتقدر تعالج الناس بصورة افضل. صحيح. فكان الناس الاجانب. اه خاصة في الطيبة الاسرة بيحبزوا انه يكون فيه ناس كثيرين من اجناس مختلفة. الحاجات الهائلة. ايوة الحاجات الهائلة اللي في الميديسين دي زي مسلا جراحة العيون ولا جراحة المخوة والعصابة تلقى فيها منافسة حادة. الاجانب ما زي ان احنا لانه كنا برضو ليت ستارترس يعني. بسمونا ليت ستارترس بيس. لانه جراحة بتطلب انه زي يكون يعني صغير في السن. لانه بشتغل بيده كثير. في طيبة الاسرة ما في شغل بيده كثير. يعني جراحة وكده. الفرصه اكتر يعني. نعم. واشنه المفهوم بتاعه بتاع الطيبة الاسرة ده? هو طيب. انت ممكن تقول عنه في في عمومه هو طيب طيب وقائي اكتر. وعنده مرتبط بالاسر ووجود طيب الاسرة. طيب الاسر بعالج الفين نفر في المتواصل الفين لي الفين تلتمية. نفر. الفين تلتمية ده ممكن طبعا الاسر هناك صغيرة. ممكن تقول مثلا اربعميلة ستمية اسرة كده. فانت تزول بتكون شايفه مين تصغير معك سنين طويلة جدا. مثلا السوبرفايزر كنت سعال معوضة اسمه فريتس فان اكتر. كان قاعد في نفس الحياة تلاتة تلاتين سنة. فهو ده مثلا اقول لكم الحياة الجميلة جدا. انا صندوق ما قادر انساه. انه هو انقص حياة اثنين من الرجال من الاسرة اللي بعرفهم. لانه اهلهم اعمامهم ماتوا بسرطان سرطان بروستاتة مبكر. يعني هو عارف الفاميلي. عارف الفاميلي. طوالي قام اللي قلونا بفحصكم من اثنين واربعين سنة مثلا. عارفتها? فليقى عندهم سرطان مبكر. دي ما في اي كتاب ما بتلقاه. اه. اه. دي عندها علاقة بالمعرفة والخبرة وال 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 والحاجات البتيحة. الممارسة زي دي. لانه منه. منه بخلي ازول يفحص عمره اثنين واربعين سنة بحاص بها وحاجات. اللي يكون في مشكلة. اه. فدي ما الحاجات. غير المعرفة الطويلة بالناس. اه. اتسيطرة على التكاليف برضو 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 من حاجاتهم. يعني اناس هنا انت لما تمشي بلدان تلقى الناس بيفحصوا طوالي كده. لكن انت لما تمشي لنفس الدكتور يقول لك يا خدمها في داعة عمله. ما تمشي المساحة. بيكون في انت مع الثقة برضو. لانه متابعوا طبعا. الثقة وعافوا على الاطباع الاسرة من اعلى الفئات المهنية في كل اوروبا موثوقية من قبل المجتمع طواليا ما يجيب احصائيات. نعم. يطلعوا يعني انت ممكن تسق في اكتر من القضازات. نعم. نعم. انه دقة دقائق حياتك بيكون عارف. نعم. نعم. هي حاجة ممتازة جدا جدا. لكن طبعا بيطلب الناس تكون مستقرة وبيطلب انه الناس تكون في شوية نوع كيه بتاع رطوبة. مش كده? يعني الفقرين والمجتمع دير ما يمشوا مع بعضه. لشنو? لا 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 بالعكس هو 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 انا اعتقد انه من الحلول لو احنا لو دات اقول لي مثلا في السودان بعد الوضع دي تحسن طب الاسرة وانا اعتقد اقل اه بجانب طب الاسرة لازم يكون في المساعدة الطبية. لان احنا بلدنا كبيرة وبالنسبة اه كنا شغالي مع ديكفور صاري قال هاد في ترجمة اه كتاب جميع جدا اسمه تاريخ الطبية في السودان. نعم. والانجليز لما انجلقوا اتفاجأوا بحجم السودان الكبير ده دربوا اول فكرة بتاع طب الاسرة دي تايناي النيرس براكتيشنر ولا سموه اشنوه المساعدة الطبية عملها في السودان ١٨٨١٨. الحكيم يقول عنه. الحكيم. يتدرب. وهذا طب الاسرة ده ما حاجة بتاعة الناس اغنية. لانه حتى انت بسماعة واجهزة بسيطة ممكن تعمل وتوعية بتعمل حاجات كثيرة جدا جدا. يعني انت عشان تكتشف ان الناس عندهم ضغط عزلك ما كان واحدة بتشغلك خمسة ستة سنين. يعني ما محتاج يعني. يعني والخبرة بتساعدك في بعض الاشياء الثاني. طيب ده التخصص بتاعك مش كده? نعم. بعد ده قلت عملتها ماجستير. الماجستير ده ما سبب جيد قطر دي. لما نجينا هنا اه هناك ما كل بلد الامراضة الشايعة فيها اكتر. هنا في الخليج اكتر مرض شائع هو السكري. فلما نجينا المهم بالقدر العارفين انه احنا ما كان عندنا نتعرض للمرضة السكري كثير لانه عددهم بسيط فبينوديونا المستشفيات. لكن هنا النسبة كبيرة جدا. نعم. فبسرعة جدا الواحد بيسأل لقناعات انه لو ما قريت عن الحاجة دي كويس ما حتى تعالج الناس دي كويس. وحتى تهبش من فوق لي فوق. طررتها؟ نعم. فخشيت في في البرنامج بتاع الماجستير بتاع السكري اخذ مني زي سنتين ونص الى ثلاثة سنين يعني صراحة. وان شاء الله اخونا مهند برضو جمي بريطانيا. البعض كان مكسل قمنا شجعنا مع بعض فخلصناه برضو. في كان في نظم الكورونا. جزء منه فاستو فاست اللي هو كنا بنمشي الكويت نخذ لينا كده. وبعد ذاك الشغل كان كل يوم جيمعة الصباح كان في محاضرات معينة كده نخذرها. وبعد ذاك الباقية تقرر الريسورسز يعني. اوكي ممتاز. طيب كده خلينا بشي في الجانب اللي هو الاجتماعي. والجانب بتاع النشاط العام وهواياتك. اه انا بتذكر مرة حدرت مناسبة هنا ده في قطر بيتكلم فيه عن الكتاب بتاعك. انت نشرت كتاب. لكن كان الموضوع مش انه انت نشرت كتاب. انك بتحث الناس التانين انهم ينشروا كتب. ينشروا كتب بتاعتهم. فممكن تكلمنا على الاريا دي شوية. انا بقيت مؤمن بالكلام اللي قالوا الباش مهندس ناصر سيد احمد لو منذكر. ناصر سيد احمد برضو كاتب مجيد. نعم. بيقول داخل كل انسان حكاية. يجب ان تروى يعني. ولانه اي زول تفاصيل حياته مختلفة. اه. يعني اناس احنا لو اتكلمنا عنك. طبعا نورا بعرفك من سودانيز اونلاين صح? من كوريا اه هنا. فانت تأسي لو او زول سألك عن نعمل معك حوارة عن كوريا دي ممكن تحكي لي انا دورر. فالقصة الكتابة عن قصة الزول وعكسها للناس دي بتبقى ارث. واحنا هنا في السودانينا مشكلة للشفاحة كثيرة. بصراحة واحدة من الحقيقة اللي خلتني اكتب يعني اكتب يعني اكتب مقالات ما كنت دار اكتب كتابة يعني انيشيا دي. فكنت بتابع زمان كان في جلائد السوداني اللي بتجي كثير. فانت لما تمشي تقرأ الصفحة كان في عمود في جلدة السوداني اسمه الاقتصاد ولا شن. فكنت بحب العمود لكن لما تقرأه في عشرين كلمة بتلقى العملة الموجودة جينيه ودولار وسترليني. ما بتفهم حاجة. فالناس ما كانوا منضبطة. فكنت انا بحاول اكتب لي كتابة تكون تخاطب المتعلمين يعني. وابسط الكلام لكن يكون دقيق برضو. كده ما قاعد اكتب كثير. المهم فلما كتبت ازي عشرين مقال كده. وبرضو كان عندي زيارة للسودان كتبت فيها انتباعات الفين واربعة. كانت مطولة كده عن زيارة اول زيارة للسودان بعد ثلاثة سنة. فكان الله يطراه بالخير كاتب مجيد اسمه احمد الملك من عائلة الملك ده. صديقه عزيز جدا. قال لي يا اخي شوف. الكلام اللي بتكتب فيه ده ده فيه فاليو. كويس. ويا اخي انا يعني اساعدك انه نجمع عليك في كتاب. لانه بعد شوية انت الكلام ده بروح وبيبقى ما في خالص. فكتا خير الكلام ده في سنة الفين وحيداشر ولا اتناشر. فلما فتشنا كده من خمسين ستين مقال قمت انا عملت حاجات اللي هي ما صار خيانة سياسية. كده حاجات فاي اجتماعية. فعملت الكتاب ده بنصيحة بتاعت احمد يعني. اه و لما انطبع بصراحة انا ذات الفاجات اللي رد الفعل اللي جابل اللي لقاه عند الناس. لا اعمل فينا معروف كبير. لا والله يعني الحاجة كل اتجي الصدد زي ما قلنا في البداية للحياة دي. فبعد ذاك الكتاب طبعا عملت منه زي ثلاثة افتاربعات وكله طبعة كانت زادت باربعين صفحة عن التانية. بالنسبة عندي واحد تاني جديد بسي. ممتاز. اه خلصت بسي تقريبا. اه اه زي سميته خمسة سنين. ايوة. اه خاتم مسلط الضوفي على على الحاجات اللي اتعملت في الروابط المهنية في قطر. ايوة نعم. الكبيرة اللي اتعملت. ايوة نعم. عن نشاطك في الروابط المهنية في قطر وعن اه وعن يعني بتاعك في العمل العام. اي تاتي. والله يشوف انا جيت هنا ارتاح فراحة. من اه. من اه. لما جيت في الثلاثة جيت انجمب. فانجميت فترة طويلة. من الفئة تلتاشر لغة الفئة تلتسعتاشر. هنا في قطر. صادف اخونا الله ترى بالخير ناظم. ناظم حيدر في الصيغة على اطفال. كان جانا زمان في بولندا زمان وكنا ايام الاتحادات. دي كان جاي من جمعة جزيرة. نعم. وكان في انتخابات تاعة رابط العطبة. فجاء قال لون ياخد زول ده. طبعا انا هنا نتعاني في الرعاية السيخية لو لماش اعرف. زول ده خطير. لا زول ده يعني امسك فيه قوي لانه ممكن ممكن اشتغل معاكم كويس. كادر. يعني المهم توسم فينا خيرا زي ما بقول الجماعة. فالمهم ما قلت فصراحة ما كان عندي رغبة لانه الحاجة دي طبعا بتجر والواحد عنده فيها. ايوه. لما يخوش ما بيقدر يمرو. صراحة فبعد ذاك كنت الخير من الشباب ما 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 قصروا ودخلونا في في اللجنة تعطى رابط الثلاثين. بتخوش كثير عام. من من سبتمبر الفيض ساطار لالفين وواحد وعشرين. وبعد ذاك طبعا زول بتشعب او خشيت. بعد ذاك في لجنة تسير الجالية لاربع سنين. وحاليا الحاجة الرسمية الوحيدة البشغالة انه. نائب رئيس. رئيس. رئيس لجنة المركز صغاف السودان في قطر من سبتمبر الفين وعشرين. نعم. فذي الحاجة. طيب. ممكن نرجع لموضوع الكتابة لانه موضوع مهم جدا وفيه اه فيه يعني الرسائل ممكن تصل للناس. اه الناس القاعدين هي ناس دير والناس اللي بتابعون البحسين السودانيين وكده بيكونوا شايفين انه والله كانوا بتكتب كتاب دي حياة صعبة. ما حياة سهلة. هي عايز التزام. شوف شوف انا ابركي الحاجة. الزول لو داري كتب كويس. المنفروض ياخد لي كورس غير كويس. زي الكورسات اللي بعملها الناس كورسيرا دي لذات. تسكر. يعني انت محتاج لك حاجة دي. فيه كورسات ابداعية كثيرة في اي بلد انت فيه بتلقاه. ولو ما لقيتها في البلد اللي انت فيه بتلقاه اه اه كورسات اونلاين. انا قبل ما اجي قطر بسنتين ثلاثة بعد ما خلصت طيب الوسر دي. اه مشيت لي كورس كتابة ابداعية في هولندا. في لايدين دي ذات. ايوه. وكان كورس مسائي كده وكان المدرسة فيه زولة اه صحفية محترفة يعني. نعم. قامت خلال ثلاثة اربعة شهور ومرت بينها على كل الحاجات المهمة في نوعية الكتابة مثلا. يعني من الحاجات الاساسية تقول لك إذا دارت اعمل خبر. أسيتا لو قريت الاخبار معظمة بتتجي في المواقع في السوداء. بتلقاها مفتقرة لحاجة. بتقول لك الخبر لازم يكون فيه five w's. what, where, when مش عارق. طبع? who. نعم. why. ايوه. اي ديل. فدي الحاجات اللي في البداية زي ما كان ما بيمرره على مرور الكرام كده. ففي اي اي حاجة عندها اسس معينة تكتبها. فبعد ذاك طبعا بتخليك تكتب تكست بتعملها اكتر. فبعد ذاك لما تشيل المعلومات دي تمشي تكتبها مقال باللغة العربية بتقدر تعرف يعني اه تعمل السردية بتاعته كيف. يعني القواجات عندها نشطو باسمه زوم in و زوم out. يعني نعم. حي المسألة معقدة تجيب نموذج بتعزول تقول فلان كان كده بعمل في حاجة كده تقصة صغيرة عشان تجذب الانتباه القاري. بعد ذات تتوسع في من ب بوحية القصة دي في القصة انت الحكمة دار تقولها ولا الفكرة دار توصيلها لنا. دي ببساطة قصة الكتابة بدأت من هنا. وهي قبل يعني التدريب ده وقدر بالملاعقات احمد الملك. لانه مع احمد الملك برضو اشتغلنا شغل كثير بتاع بتاع ويرشكان. لانه كان نشط المسألة دي. فالزول شاف ناس وجابت ضيوف الجابون وتعلم منهم كثير بصراحة. فالي يعني برضو فضلي كبير علي علينا شخصيا. في قصة الكتابة دي بالتحديد. الكتابة اي نعم الكتابة لما كتبت ما كتبت عن الطب. انا كان هدفي من الكتابة حاجة واحدة. لسان كذا الكتاب كما سميت تعاملات مغيرة في قضايا السودانية معاصرة. تمام? نعم. انت لما تعيش سنة مشيت تمانية وتمانين ومرت الفين وتلاتاشر. صح? من اوروبا دي كلها. فانعيشت فيها خمسة وعشرين سنة مع شعوب مختلفة جدا وتحدثت لغات كثيرة جدا. اه فكان فهمي انه الحاجات اللي اتعلمت انا احاول ان تقولها بصورة يعني من الناس في الناس بيكتبوا بصورة مستفزة. انت ما انت ما شعبك دايتها او ناسك دايل دائر دا تقربوا لوجهة نظرك صح? نعم. في اعتقادي عن الشخصي. فانت لانت تكتب بصورة فيها حصافة وتقول الدرس من غير يعني او تقول الحاجة اللي انت شايفة صح اه من غير ما يعني تقول لناسي تغلط مثلا. عشان كده انا سميت الكتاب الاسم ذاتك او مقصود. تأملات مغايرة. ما قلتها عكسكم ولا كده. يعني مختلفة لكن يعني كأنه رؤية للسودان حاجة. عشان كده كتبت عن قضايا مختلفة ولما جيت اخترت المقالات قلت انه اي زور لما يفتح الكتاب يلقى فيه حاجة. يعني اول مقال كتبته عن زميلتنا دكتورة توينة غورناص كان مقارنة بينه في عمل الخير تجاه السودان وبين يانينا اوخويسكا دي واحدة مشلولة بولندية مسيحية قاعدت في كونفوي لمساعدة الناس الجايعين في الشيشان. المرة دي كانت شايلة عصايتين. وراكبة لواري لمدة 24 ساعة عشان تصل في القوقاز هناك. عرفتها؟ فقصة زي دي يعني بتعمل ملهمة للناس. وانه حتى الناس اللي عندهم ابطالهم ديل. احنا ذاته عندنا ابطالنا اللي هو عمله كثير. احنا بس. مرات ما قاعد نكتب عنهم صح? ابطال الحياة اليومات دي يا. ايوة نعم. اتشغالي ناسي في التكيات. نعم. كتيرين يعني زول ما داري يخصي الزول يعني. لكن تدو حاجات البيتشاف في السودان مزهلة. نعم. في مظاهر كتير وصور كتير بيتوري انه فعلا. ودي الابطال حقيقين. دي اللي بيصنعوا الحياة بالناس. ما في زول بيصنع رؤساء ولش. الناس اللي بيطوفوا حولوهم. لكن دي اللي بيصنعوا الحياة بيصنعوا المستقبل ذاته. نعم. نعم. طيب. في كان واحد علق لما اعلننا عن الونسة مع دكتور رمجد. في واحد سألنا. اللي هو دكتور علي ضفع الله. قال يعني كيف بتنظر لعمارة السودان بعد الحرب. تعليم صحة تنمية بنية تحتية. الناس محتاجين لتنمية. فاتت عندك مقال عن اصلاح النظام الصحي في السودان. نعم. فاتت السودان اشتغلت فيه طبيب. اشتغلت تطوعا في مستشتجاه الماحي. ايو نعم. بسيطة يعني. نعم. نعم. فطيب ها يعني احنا عندنا دايلامة كبيرة جدا جدا. بتاعات لما انتمشي البلد وتسأل من من الواطب بتاعات جدك ولا نصيبنا في البلح وين ولا بتاعه. وغار يقوم يقوم يسألوك يقول. يا انت. انت والدة الكانس ما امنوه. ليه بدأ يشكيك. وفيه روحكي. نعم. وانت عايز يتكلم عن اصلاح النظام الصحي في السودان. زي ما قال بروفيسور الوليد. برضو من الناس اللي صادفناه في الونسة. كان مدير جاء. سابق جاء على زعيم الاسهرين. فقال يعني كان في حيث مستفيزة يعني في ايام السورة. انه زور يقوم يكتب ليك يقول ليك يا احنا والله البروفيسور الفلاني ولا الدكتور الفلاني. والله يخنا تطوع ممكن يجاب قريكم وزير الصحة ولا وزير التعليم. اي واي. فقال كأننا احنا قاعدين في السودان ديل لا قرينا لا عارفين لا بتاع لا كده. فاشنو الاضافة بتاعتك للنظام الصحي. يعني 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 ما هوش دارة اقول irrelevant لكن ما موجود جواه وما عارف كيف كيف البوليتيكس بتاعته. هو ما يشوف انا اعتقد انه دور الناس خارج السودان ما حيكون في شيء لطوب ده انه يشيروا معا. وبداللي نحن ما في زون منه مشا حاول يعني. يعني. في ناس بيعملوا الحركة دي. ودي طبعا بتكون مرفوضة تماما من الناس الموجودين على الارض الواقع. لكن ده ما معناه انت ما ممكن تساهم حتى من الجهة النظرية لعادة بناء البلد حسب الحياة المتاحة. مثلا اقول ليك يا ناسي انت لو دارت عمل نظام صحي فيه غسيل الكيلة هسدي في السودان حتى لو قبل الحرب. انت ستقرض كل قروش الدولة في غسيل الكيلة. عشان كده الرئيس السابق لما قال انها غسيل الكيلة المجالة كان بتكلم ساكن. لانه انت ميزانية الصحة هي واحد في المئة من اقتصاد البلد. وغسيل الكيلة الواحد بيكلف خمسة الالف دولار. يعني انت لو غسلتها لاربعين نفر لمدة السنة بتي الميزانية الصحة كلها. فانت بتبدأ كل دول بالناس. حتى الدول الغنية. في عندها بعض الامراض ما بتقدر. هولندا دمش من اغنى دول العالم. عندهم مرض يسمى بيكلف مليون دولار. عشان يعالجوا المرضى هم زي سبعة مرضى عندهم. عملوا اتفاقية سرية مع الشركة اللي بتصنع الدول النادر ده. عشان الدوليهم بسعر معقول يقدروا يعالجوا الناس دين. فدار اقول لك ان التحديات على النظام الصحي بيقى كبيرة جدا حتى على الدول الغنية. احنا ما متكلم. في دول غنية جدا. الابرة بيتنحف الناس دين. ما الابرة بسعرها الف ريال. نعم. في دول كثيرة ما بتديها يعني. فانت في النهاية الان تعمل تعمل خيارات. النظام الصحي المبني على الرعاية الصحية الاولية. الفيوة الطبيب الاسرة. دور محوري. ويساعد يساعدوه اعداد كبيرة جدا من شبكات المساعدين الطبية. الطبيين ده. افضل حل السودان. لانه بيقلل التكاليف. وبيعمل المرض كويس. وبيخلق ليك كوادر صحية موجودة في البلد. اسيتا لو دردت طبيب اسرة. تاني يوم تلقى في قطر اشتغل. صح؟ صحيح. لكن قطر ما هتوظف ليك مساعد طبي. والحاجة دي ما زكاء مني ولا شطارين دي. العمل زملاء والواحد بيسمع قصصهم ما بيعرفون. لكن حكمة. يعني الشباب في صدقات. وازكر دكتور اسمه ما جمال طراوة. اسمه منون طراوة. ايهاب طراوة. ايهاب انا كنت سمعت القصة دي عن طريق. صديقنا بس اما بكر. قال اي اي ممرضة شابة صغيرة او ممرضين دربون في السودان في الفترة دي. طلعوا من السودان. اخذوا الكورس ومرقوا. ما معنى انت ما تدربون. لكن تدير تدرب كوادر تقعد. فقال انا هدرب بعض ناس اكبر من خمسين سنة. لانه الزولة اكبر من خمسين ده على قلب قلت لي عشر اطنائر سنة في السودان. ما بيطلع. لانه ما بتوظف صح. طبعا. تعرف. في البلد. فكرني بالضبط الدكتور غادا كدودا. نعم. كان جابة من الهند. المؤسسة بنكروي. نعم. والفكرة بتاعتها كان انه الـ فكان انه بيدربوا الحبوبات يخلوهم مهندسات طاقة شمسية. لانه لو دربوا الشباب بيقولوا بيهاجروا من الريف يمشوا المدينة وبيخلوا القصة نفس الفكرة. بالضبط كده. بالضبط كده. عشان كده فكرة المساعد الطبي في البداية. انت اصلا لو جبت زون من البلد. بالنسبة كان هذا قاعدت تعملها لعلمك. يعني مش كانت دبلة غنية لكن لانها شاسعة. في اخر حتة قرجم شمال بانكوفر. بيدربوا بعض الصياد لانه يصرفوا دوة. اشتغلوا نص صيدري نص دكتور. او بيدربوا بعض الناس الحتة المعزولة خالص بيشوفوا اكتر زول عنده وعنده معرفة بسيطة بحاجة الطبي يدربه ويبقى زي المساعدة الطبي ما مستوفي. لكن كنت شغالت ولكن يقول لك ده الحكيم بتاع الحلة يعني. عارتها? اكتر زول عارف بين ادوية والحيات الزي دي. اهي وهو الممكن يطلو باسعاف او طيارة هليكوبتر تجيب الناس لانه يقدر يقدر الحاجة دي. في الصورة كويسة يعني. فما حاجة غريبة يعني. نعم نعم انت لان تخلق حاجة دوة يعني قابلة للتنفيذ وما بتكلف كثير لان احنا ما حيكون عندنا امكانيات بداية دي. طيب دي دي حسيبا حاجة بتاع بوليسي. مش كده? يعني. خيارات هي هي ما ما بوليسي هي خيارات. انا بسراحة الكلام ده بقول لك لانه برضو يعني قبل قصة السكر اذا كنت ماشي في اتجاه الحوكمة اتدامة النظمة الطبية فقالت في اربع كورسات كده في اولندا. مع اه زول بروفيسور كده. لكن كورونا ما خلتني خلصت. كان بروغرام بتاع ماصر كده. يعني كيفية بناء النظمة الصحية. وكان عندنا بروفيسور اسمه مارك براونزي وصداجة قدم لنا محاضرة هنا عن استدامة النظمة الصحية. فالقصة دي معروفة والناس عارفينها وموجودة يعني فيه نمازج كثيرة جدا. في دول نجعة في القصة دي زي السنقال مثلا. تدرب الناس وتدين وسائل الانتقال وتدين القابلات وتدين مواتر معينة يعني عارفة. المواتر في السيري كده عشان تجي. ففي الحاجة دي ما غريبة. يعني يعني ممكن تشغيل المرزات الحقبية المستشفى. الحقبية المستشفى وتكمكن الزول تدينه ريسورسز. الزول هون تأهيله اي نعم ما طبيب مسلا. لكن بيقدر يحل لك حيات كثيرة جدا. وانت لو دربت طبيب بهاجر فانت هتعمل شنو يعني. طيب الكلام ده اسي بينافي تماما. القصة بتاعة التخصصية والتخصصية الشديدة النازة بتكون بتحاول تلتزم بها. لانه يا مهندس خليك مهندس ويا مهندس ميجانيكي خليك ميجانيكي. ما تجي تنظر ليه في المدنية ولا في المعمار ولا كده. هل الحيتندين بيتضرب ولا بيتهيأ ليه كده. والله يا اخي شوف بها هي قصة الصحة دي فيها ما زي من احتمال ما تكون حاجة تكنيكا يعني. لانه في نسوان كانوا بصيرات كثيرات. احنا كان في خلتنا كان في بصيرة منه كان. المهم يعني القصة دي بتاعة الصحة والمرض ده ما حاجة معروفة في المجتمعات من الأزل يعني. فالتدرب زولة على حياة صحية اسهل ممن تقول له مثلا نعمل صلع عربية ميكانيكيا يعني. اذا اذا صح التعبير يعني. لكن الصحة دي اقرب للناس وممكن يتعلمها. ممكن تلقى زول في عنده معاها. عنده لا قابلية. بيتعلمها بسهولة والناس ممكن بيتسق فيه. زي زول بتاع الكجور في الحلة صح? وانت بتلقى ناس زي ده الموجودين. نعم نعم. طيب بالنسبة لل رايك شنو في الفكرة بتاعت انه يجي زول من برة. زول مؤهل في منظمة دولية. مثلا دكتورة كراماتوم ولا كده. يعني مش بالتخصيص للإسم. لكن الفكرة العامة بتاعتينه زول والله يا اخي. كواليفايت جدا وبتاعه هنا. لما نيجي في في الهناي بيلقى نفسه غيري في قصة السياسة وبعدين دكتور عمر النجيب وغيرهم. الفكرة الفكرة دي هل كويسة ولا ما كويسة. هل بيفتك انه السودان في مرحلة دي مثلا. ولا في المرحلة الجاية ان شاء الله ربنا نصل على الحال. بيقدر يستفيد من الكوادر الطبية الموجودة. اكبر اكبر يعني. اتفادة. مؤهلين اي نعم بتاعتين. هي هي دي صدي ما عنده علاقة بالعلم. انا اعتقد ان عنده علاقة اكتر بالليدرشيب. تمام? اه. فالليدرشيب. الليدرشيب. اه. بيقدر يحول الناس. اه. معلاش جاني زي التلفون كده عمل هنا. اه. بيقدر يحول الناس الحول الفاعلين. انت لا يمكن انك تقود اي مجموعة. وانت بتتعالى عالية. يعني من البيزيكس تعالى الليدرشيب. اذا انت في اجتماع وانت اكبر راس في الاجتماع مثلا. لان البيزيكس يعني. يقول لك انت ما تتكلم. اصلا ما تتكلم في الموضوع هذا. لما تطرحوا على الناس. مش عشان هنا. عشان تدي الناس فرصة. يقولوا رايهم من غير ما يتأثروا بها رايك. لانه طبعا لا شعورين انت يوفولو ذا الليدر. رسيت لو انت رئيس الشركة وجد قلت له والله يا اخي. دعنا نعمل عربات مثلا. ولا دعنا نعمل عجلات. تلقى المجتمع كله بكون ماشي. لا شعورين وماذا يريد يزعي لك انت صح? فانت كيف تحصل على الناس. في البروزيس بالتحديد. دي مسألة. اول شي دائرة يعني زول يكون عنده حظ من العلم. وحظ من التواضع. وفطنة. وعشان ما نمشي بعيد. انا ممكن اقول لك يعني اقول نباش مهندس هاشم ابن عوف. يعني هاشم. هاشم لما نمشى بقى وزير بنية التحتية. عمل يعني زي ما قال ابو تمام وانا وان كنت الاخير زمانه لآتين بما لم تأتي به الاوائل. زي ما يقولون. الزول الوحيدة لعمل وظائف في الوزارة بتاعته اعلن لرأي العام. نعم. وفي وظيفة انا متذكر لانه كنا معه قريبين جدا في الفترة ديك. في وظيفة قد مفاستمائة نفر واختار زول اناس شباب جدا. الاكتر تاهيلا نعم. هاي لا ما هو اختار بصورة بروفيلة عمله اللجنة وجابه الناس اختاروه من غير بصورة ما بيس. ولا بمناطقية. وده الصح في العالم انت لان تجيب الزول موهوب. ايه رايك انه في اخر فترة هاته انت قبل ما يشيلوه الناس الموظفين معه وكان يبقوا دي سبعة بالليل. ياخي يطردوا نمشي الشغل يا اخي مشيت مع انتوا ما امشوا يا اخي البيت. نعم. دكتور الاسيدة طبعا الصداف جزء من المكتب الاعلامي بتاعه كان في ونسع الضلوب النجاح بمناسبة يوم المرأة العالمي الفين واثنين وعشرين تقريبا لا. ايه زي دي. نعم. فصراحة شابات ملهمات. يعني صراحة مؤسرات وموهلات جدا جدا. والله انا اقول لك حاجة اسي انا في قطر دي. اه اه يعني لقيت ناس اه يعني مثل لو بروفايل. لكن عندهم موهبة وعندهم قدرة على التحليل ما طبيعية يعني. يعني ممكن اقول معه الجسة خمسة دقائجة عشان يحلل لك ابعاد السياسية. مع انه يعني ما ما طارح روحه في الجسة دي. تستعين بها ولا الحاجة تشتبك عليك تضربل التلفون بفصيل تفصيل عجيب جدا. في الشعب اللي اسمه اه دكتور محمد منير جراح بتاع اه اه ايدي. مولين باللغة العربية بصورة وزول فصيح فصحة. يعني بصورة متهشة. يعني انا احنا ديلا الناس ظاهرين لسبب من الاسباب جينا كده الظروب قدمتنا وخطتنا في قطة لقدام معناه احنا احسن من غيرنا. بالعكس الغرض الاساسي الزور الليدر حقيقي هو اللي بيخلق الناس تريبليسهم. وفي دي في قصة مشهورة جدا للتجاه الماحي. لما كان في زول من ناس جاء خرطوم. قال له يا اخ ما تدليه انا قربت عن زي المعاش. قال ليه اننا ما تدليه. قال لي يا اخ لانه ما عندنا زول. ما قطرنا ندريب زول. عشان يمسك الحتة تقليده. من باب اولى انه انك تفوت. لانك طالما قاعدت تلغى ما تم مات ستين سنة. ما دارت تزول. you are not doing the right job. بالضبط. دور الليدر حقيقي انه تبايل كباستي. وتبايل ينجل ليدرز تريبلايسهم. صحيح. عشان كده بتشوفه في الدولة الغربية دي. الناس ديال is about the whole country is a learning machine. نعم. كل الناس بتعلهم بعض. خالص. يعني انت تشوف وزير دولة ووزير. يعني تتأمل في مسائر. بنفس الزولة الرئيس الوزرى بتاع هولندا دا. دا كان وزير دولة في الاقتصاد. بقى من انجح رؤساء الوزرى ل11 سنة. طلع من رؤساء الوزرى بها عجلة بعد 12 سنة و13 سنة رئيس الوزرى. ايه بقى شنو لكن. ماشا ماشا الناتو. رئيس الناتو. يعني شوف الزول دا مخضرر لها تدرجة. انت الزول زي دا مسك رئيسة غوزرة في بلد عمر 39 سنة بلد من اغنى الدول. لو ما في الناس القدامه اعطى لحوليه فرصة. هل كان ممكن حاجة زي تحصل? احنا ما بتحصل حاجة زي دي عنده للاسف. لكن هتحصل. بطبع تلك المهمة على الويت هود في افريقيا. عمر الشباب بيزيد. يعني عمر الشباب في افريقيا بيكون شغال لحد 40 سنة بتكون شاب. لانه الزور القدامك ما زحة من الحتة بتخليك. انت تحصل تبراكتيش الفرصة بتاعت الليدرشيب ولا كده. دكتورياسين نبهنا انه واحدة من الشابات الكافي المكتبى الاعلامي بتاع هاشي ابن عوفا يا بوزير. هل الخير. قبلوها من الاتحافة بتاع الاتحافة في افضل يعني جامعة في مجال التنمية اللي هي جامعة سوسكس. عشان تعمل ماجستير بتاع ميديا براكتيش فور ديفولومنت سوشيال تشينج يعني في افضل حتة. فده بوري فعلا انه الاختيار يعني لما يكون ترانسفير انت بتجيب ناس كويسين. صحيح. وبعدين لما تدربون وتديهم فرصة. ولما انهاش بماشا من الوزارة وبتاع الناس زيال حياتهم ماشا متواصلة ومزدهرة. مش كمان يعني ويكفت ولا كده. ما انت لو بكنت الشباب دي لانت ما خلاص انت بتكون بنيت المستقبل ذاته. فانت الغرض اللي زي ما قلت. انت مادر ايه كرر نفسي تاني. انك تدي الناس ورصة للتدرب. ودي بتيحة بانك تفتح المسارات. تفتح الجوب بصورة بيز اون ميريت. اللي هو انه الزول يجي المحلة بمواهنه. لكن انت. لما تجيب الزول لانه قريب فلانه قريب فلان. ده ذاته ما يبقى لك في رقبتك في النهاية. لانه ما بيقدر ايما البرفورمانس كويس. يعني. هو في النهاية الجهاز الدولة ده. اللي هو طبعا ابدع فيه اللي يسمى منه ده. الناس سنغافورة. السنغافورة التدار كافضل جهاز دولة في العالم. لانه اعطر الناس. بيكونوا ماسكين. الدولة التدار كشركة عملاقة بافضل الكوادر في البلد. في كلام يعني. لا بيعارفوا دينك ولا بيعارفوا ثقافتك ولا جنسيتك. رئيس الوزر المسلم محجب. يعني. نعم. نعم. المؤهلات اللي بتودك لي قدام فقط. نعم. والزولة الشاطر بالناس بما بفرق. براك تعارفة دكتور انورو. الضيوف الكرام الموجودين يعني. انه قرارات بسيطة جدا لناس سبطار زينا ستيف جوبس والناس اللي كانوا ماسكين نوكيا يعني. اللي هو قرار بسيط افلت بشركة كانت ماسكة تلتة اربع اه تلفونات في العالم. وافلت بشركة زي كوداك بتاعت كانت كل الافلام في الدنيا بتتعامل عندها. فانت لان تجيب الزولة المناسب لانه لانه بيخلق. نحن لما نجيبنا فاروق كمبريسي في 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 رئاسة البنك بتاع السودان. قبل الانقلاب. اه سلم كان موجودة البنك المركز اثنين مليار وشوية. في الحين انه استلمنا في بداية الثورة كانت ولا مقتام مع عشرة مليون دولار. بتتكلم مع اثنين كم? الفين مليون دولار صح? على اثنين مليار دي. نعم الفين مليون. في سنة. نعم. هو طبعا اي لانه التخصص بتاعه طبعا فاروق كان معنا جزء من المنتدى الاقتصادي الباحثين السودانيين. نعم. والقصة بتاعة اللي هي يعني القصة بتاعة اللم لما المصادر في الطرائب. او توحيد سعر الصرف وحاجات كثيرة. نعم. انا في النهاية انت مدير زول بس في مكان المناسب. نعم. زول يعمل الخيارات المناسبة. سيت في السودان ما ما محتاج له. يعني حاجاته سهلة يعني. عايز لك شارع. ظلط يوصل الانتاج. كده. استثمار في بعض الاشياء الاساسية. الانجليز ليه يجي عمل مشروع على الجزيرة. انه في حاجات مهمة جدا ممكن تنجزه. في ستين سنة قلبوا البلد من بلد منتهي الى بلد مصدر ومنتج. وكل الحياة اللي احنا بنستمتع بخيراس دي. بنوع عدة افراد لكن ملتزمين وصادقين في في قضياتهم اللي هي جزء في مصلحة بلدهم يعني. لكن احنا برضو استفيدنا يعني كتير. نعم. نعم. طيب. هوايات بتاعتك بصورة عامة. ومدى ممارستك لها. يعني هل انت زول بس بتاعة كتابة وقعدة وكده وان دور ولا زول او الدور موجود ومتحرك. الكورة المعرفة شو الحياة. والله اشوف انا فترة طويلة جدا في هنا تابعت الكورة شديد. يعني يقول مثلا الوقت اللي كان فيه من قصة اللغة في هولندا. كنا كورة بس مشاهدة طبعا. قبل كده في هولندا كنا كطلب نلعب كورة. والتاني من الحاجات الهوايات الشديدة من الافلاق. يعني انا احب السينما في الصورة عادية وكتبت عنها كتير جدا. نعم. يعني ريفيوز حتى كنت بشتري المجلة اقرأ عن الفيلم قبل ما اخشه. يعني كده بستمتع جدا بكتابات استاذ عبد الرحمن نجدي يعني. بيكتب هنا طبعا حاجات عميقة جدا عن السينما والفيلم بيعمل عن ايو ريفيوز في صورة جميلة جدا. يعني ممكن تقول السينما الرياضة الصراحة ما 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 قدرتها. قالها زمن كتير. هناك لانه كانت التوماتيك. يعني كان عندنا عجلة في في دمية الحياة برضو الطريفة جدا. انه خلال سبعة سنين تقول لنا منشي زي عشر كيلومتر بالعجلة يوميا للجامعة يعني. فانه ما محتاج تتريد لانه انت اربعة خمسة كيلو ماشي وخمسة كيلو جاي. فالرياضة بتجيه وتمتك في حياة الناس هنا. فهنا الجو ما بساعد لحد ما. والحياة بصراحة بيقيت طاخبة جدا. ما في لها وقت خالص. حاولت اكتر مرة يعني اشتريك لكن ما ما قدرت. بيقيت لقي القراءة الحاجة الوحيدة. والكتابة مرة مرة. ومشغولات الكثيرة زي ما انت عارف. نعم. طيب صاحب الونسة يجينا داخل كورياسين. الله يديك العافية. طبعا مستنفع جدا جدا يا دكتور. ربنا يديك الصح والعافية. فنقلتنا نقلات يعني نقلات جميلة جدا جدا. يعني من ليبيا لسودان بعداك لبولندا بعداك لحولندا وبعداك غطر. يعني انا دائرك يا دكتور. كده معلش يلينا وقفنينا الشهر عشان لشوفك. آآ سوري معلش. آآ دقيقة. آآ دقيقة يوقفوا الشهر الصبض الشهر. آآ ما ظاهرانا معلش سوري. ايوه طيب. طيب يا دكتور. انا دارك تدينا الثيمة او الميزة بتاعت اي واحدة من من البلدان اللي انت يعني قعدت فيها دي لانك انت في ليبيا كنت صغير يعني. لكن برضو بتكون في حاجات لسه عالغة بالذكر. بالدهن. وفي حاجات يعني بتكون شكلت البلدان بتاعك. فهر دارك في كل من المحطة دي تورينا اكتر حاجة اكتر حاجة يعني تشكلت ليك من من المودن ديشنو يعني او من الدول ديشنو. والله يشوف. انا الحاجات اللفت نظري في البلدان دي كلها البروغريس. دي حاجة بصراحة كانت يعني مفرحة وبدأ دي الزول احساس بيسموشنو بانه الحاجات ممكنة. اقول لك مثلا. احنا لما كنا في ليبيا انا واخويا الاكبر مني كنا بنقرأ في مدرسة واحدة. اواريك كيف. من من قلة المدارس احنا كنا بنقرأ في مدرسة ايما الامل الابتدائية. المدرسة كانت شغالة وردتين. تخيل? يعني مش ليبيا دولة بترولية وغنية. فأي من اخوي ده كان بيمشي الصباح لانهور كبير. بيمشي لغاية الساعة واحدة. هو كان في رابعة. لما يحمينا سنة اولى كنا بنمشي بعد واحدة من واحدة لي خمسة. فخلال فترة واجيزة طبعا. يعني ربنا اداها الفترول وكذا. فحصل بروغرس. يعني انا ليبيا سنة. المدرسة الامل دي انا متكلم لك. وليت كلمة ده سبعة وسبعين. كلنا سنة اولى وتانية تداي. اللي في مدينة طرفية زي زاوية دي عمل مجاري. في بعض دول الخليج لا غاية سيبعمل في المجارية دو. عرفتها? فأنا كنت شايف بيعني شوف مثلا ان الترتوار كنت بمشي بيو. ماشي البيت. كل مرة الترتوار ده بيحصل فيه تطور. بتيجي فيه معارف الزوايا بتجي فيه ببلطوه بلوان جميلة. فبيتف تحسель بلد كان ده بلد تاني بعد ذاك جيت السودان. السودان احنا جيت فيه وكان فيه ازمات صراحة. يعني ان كان الوقت ذاكا بنزين فيه مشاكن سبعة وثمانين. الصفوف كده. فكنا السودان. للأسف يعني. يعني. حاجاته ما كانت م GTs رجعت كثير. لكن يا مشيت بولندا. بولندا مشيت في قمة الازمة الشيوعية. يعني ثمانية وتمين حتى خلاص مشروع الشيوعي كله قاعد نهار. المشكلة كان الدكاكين كان فيها خلوا سكر. وعاجات بسيطة كده يعني لما نيجي بس قوي ده الناس تجاري على جري. دولة اوروبية يعني. وكان في مشكلة يعني يعني تمانية وتمانية ما كان في مشكلة. لكن مثلا كان والدي لما جاءنا زيارة مثلا زكا تسعة وتمانين ولا شيء. كان ما في سكر. طرينا مشينا الهوثيلات اشترينا سكر لعمل بالشاي. طبعا سعره اربع خمسة اضعاف. لكن نحن انه شوية زول بيجي من البدان عنده دولار بكون غني جدا. في الحقيقة. لكن البروغريس اسي الدولة دي من اغنى الدول في اوروبا. يعني دخلها ممكن يكون اكتر من السعودية مثلا. بخلال التكلم عن انت تتكلم عن هما كم. والله طولت يعني من تسعين لا تسعين. هولندة بنفس المستوى. هولندة نحن شفنا فيها حاجات غريبة عجيبة برضو. يعني اقول لك شنو. محطات بتاعت القطار كلها تغيرت. انت لو مشيت انت ما كنت هناك. صح. صح. ومشيت غريبة انا مشيت السنة الفاتت برضو. عسيت لو مشيت روتردام سنترال دي ما بتعرف ما بتعرف هل هي مطار ولا هل هي محطة. مقارنة بانجلترا مثلا. البروغرس دل التيمة الاساسي. وفي اعتقادي. طبعا الحاجة اللي حضرت لنا في قطر دي. انت قطر فاتر الكبار والقدرون فيها. لان دي حاجة مذهلة. انا جيت في فترة جيت المترو دا دا ريعمل وقلت اصم ما هيخلص. لكن ديل لما نزلوا المكانات دي تحت الارض حفل تلتمية كيلو تحت الارض وخلصت قبل سنة من مواعيدا. غير انه عملوا مينة جديد ومطار جديد وخطو الطيران يعني عجيبة جدا. فالثيمة الاساسي كل البلدان واحتمال طبعا دل بيوديك انت ما ما تمشي بلد اسوأ من البلد انت حقتك صح? صح. وهو البروغرس ذات بيخليك انت احنا ما مهاجرين. اذا نمشي الحتة فيها حاجة ما اشهده يقدام بطبيعة رغبة تزول في الشغل. لكن لو دار تعكس المسألة دي على الحاجة الفردية اللي انا شايفة هسا. انه البروغرس اهم قيمة في حياته للانسان ذاته. يعني انت الانسان ده تخليه سعيد. اديه وصي مية دولار وبعد سنة اديه مية وعشرة. ما تدي وصي خمسمية وتخليه لغاية بعد خمس سنين. يعني الزولة بتدي مية هسا. وتدي يصل لخمسمية بعد اربعة سنين. هيكون اسعد من الزولة اللي ننسي عنده خمسمية من هسا لغاية. عرفتها? معينه داسي. ده بكون قروشو اكتر صح? لانه خمسمية لخمسة سنين. لكن دهك احساس الجوا بتاع البروغرس بيخليه قعد. عشان كده الزولة وقول لك الحتة دي احنا ما ماشيين فيها قدام بنتقارج منا. فانا اعتقد ده ثيما مشترك في كل البلدان اللي ما شئت عليها. انا ما دارف استفليك على الامور. لكن ده اللي احساس على الحاسب. الحتة الفيئة بروغرس وانت بتغمشي فيها. بيكون عندك راغبة انك تواصل فيها. طيب السبب بتاع يعني في منوشات نظرك يا دكتورس. الفاكترس هو الحاجات اللي خلت انه البروغرس دي يحصل فيه. اه في حاجة في الشعوب دي كلها. للاسف يعني انا ماذا ابقى ظالم لناس غير ناس. اقول لك نموذج بسيط. انا لقيت في مدينة اسمها اسن. كان عندي تدريب بتاع مسالك بولية. اه اسن دي بالمناصبة قريت فيها اللغة انا في جنبك. صحيح جنبك صحيح. المستشفى بتاع اسن للا قيتشو دكتور بتاع مسالك بولية متطوع كان بيمشي مشاريع زيارات في افريقيا وفي اسيا. قال لي حاجة. قال لي انا بقول لك حاجة ما تزعل. انا ما اندعوا. لكن انا بقول لك تا. لك استغلت معانا بقول لك النصيحة. قال لي احنا بنمشي دول افريقية وبنمشي دول اسيوية. وذكر قال لي نيبال ولا حاجة. الميم قال لي احنا بنمشي نعمل حاجتين. بنعلم الناس تريك معينة. ان يعملوا حاجة بطريقة معينة. ونديهم طول. الطول دوت افري يعني ما كان بتاع صحبي دم وشنا. قال لي بنعمل فلو اف بعد سنة. لما نمشي الدول الاسيوية بنلقى. الترك has been learned to others. taught to others. والطول has been improved. أو changed. when we go back to africa. the trick is forgotten and the tool is missing. ده حاجة خطرة جدا. يعني ال building of the mafia. يعني الناس يعني المكنة جبالة والروحة والطريقة العلمون بها كده. فيه شي تانا انا لاحظت برضه مؤخرا انا ماذا يعني يعني اودي للناس يعني اجبرهم على فكرة. لاحظت انه الدول للأسف اللي هي قاعدة فيها الاستعمار فترة طويلة. اتشبعت بالروح المدنية. وبقى فيها تغيير ارسخ التغيير اللي خلينا نقول. البروغراطية ترسخت فيها اكتر من الدولة الجالة لاستعمار قشوة خفيفة كذا زي السودان مثلا. يعني انت لما شيت اي دولة في العالم امريكا تلقى الاسبان قاعدة تلتمية سنة ومتين سنة. لما شيت اسي دولة زي الهند. الانجليز قاعدة تلتمية سنة. عشان كده اسي في التراتوبية. احنا طبعا كناس مجتمع فينا حاجات فاضلة شديدة. لكن عندنا نفور من الاوامر. التراتوبية دي ما بتنفع معنا. الهيرار كذا في اي شغل هو مفتاح النجاح. يعني انا اسي لو انت ريسي يا دكتور. وقلت لي ما سنجيب ليك وبايت موية. انا كسودان طفولي الاحساس بتعني انه ما دري اجيب الموية دي الجوة يعني. انا ممكن ما افضل. ممكن خاجرك صح? صح. والكجار ده في الشغل ما ينفع. انت براك عارف يعني. يعني انا ذاير زول يبني بالشارع. لانه انا المسؤول. فالتراتوبية دي ممكن الناس يعني في الدول اللي الراسخ فيها المفاهيم البيروقراطية دي. راسخة. عشان كده اسيحنا بتركوا عندنا ما يقول طوالي نتلولو. على على الحاجات. يا اخي دي ما دارين ختموا لي شنوء وكده. بلنا ما نجي ونرضخ ليها ونكتشف انها فيها حاجة جميلة. لانه انت سي الورق لما تدخل بطريقة معينة. لو راح منك بتلقاه. عسي انت ممكن تتخرج في كليات السفيد. بلدان الفاة فاوضى دي. تتخرج. تلقى الكورس بتاعك ما نزل. في الريكورد صح? لانه ما تعمل بالطريقة البروبر. نعم. فده في رأيه كده. البروغريس الحاجة الاساسية والتراتبية والنظم الادارة في الحتة اللي رسقت فيها الدول السعمارية اللي حد ما رسخت حاجات. عشان كده اه جنوب فريغيا اداعا الاقتصادي تقريبا اربعين دولة من فريغيا. صح? صح. مع انه كانوا عنصورين ويش. لكن سي تلقى الناس هناك شغالين بتكتيب شديد. انا شفتها بصراحة. بلد برضو مذهشة جدا. اه. اه. امكين ده القعاد بتاع الاستعمار وكده خلال الناس يكون عندهم اه. يعني حس وطني عالي. انه يقدروا عشان يقدروا ينموا بلدون ويقدروا يعني. والله ما ما قصد حس وطني. حس وطني في السودان السوداني عندهم حس وطني. لكن اقول ليك حاجة. من الحياة اللطيفة. اه. في بولندا في مثل لما انجوه شعوين ده مسكوا البلد. السعودي برضو عندهم البولنديين من الشعوبة المقاتلة جدا. فعندهم مثل بيقول ليك البولندي يستطيع ان يموت من اجل بولندا. صح؟ اوه. لكنه لا يستطيع ان يعمل لها ساعة واحدة. الوقت داك يعني. لانه كانوا قرية شعوية ما بيشتغلوا لها. فان احنا عندنا السندروم دا ذات. انه ممكن نموت عشان السودان. لكن احنا عشان نشتغله ببسموه شنو بانضباط. انا معاليش شكلش هي سراحته والكلام ده في الفيسبوك مفروض يكونوا اكثر حصافة. لكن المهم ده رأيانا صراحة. بالعكس يعني مستمتعين جدا يا دكتورة. لا. وانه الناس يعني احنا بنشتغل في الرواوطة المهنية دي. اشتغلت فيها كثيرة. يعني اقول لك الرواوطة هنا خمسة سنين لكن في الدنيا استغلت تلازين سنة. في معظمة ممكن الناس دي كله يكونوا عارفين. اصلا لو شفت اي رابطة في السودان تطوعية في السودان البيت فرفع اشتراكات خمسة في المين. الملتزمين. مع انه ما في زول دقة زولة على يده وقال لي تعال خوش مش. وعندنا فهم برضو خاطئ. انا مثلا استغلت في رواوطة حاجات مثلا تطوعية في الدول اي حاجة الخواجب خوشها تطوعا بيفزل فيها الغالي والرخيص. لا انا دي بعتقد ان الحتة الجابة قناعتها. صح. احنا الزولة ما تسأل ماذا يا اخي انا ما مطوع ما اديك وقت اي انا اديك ورشيلة اشنا. المبايم ذاتها غريبة جدا. فالالتزام. الالتزام احنا عندنا فيه اشياء كبير شديد. حتى فيه ابسط الاشياء. انا متفق معك جدا يا دكتور في الحتة بتاعت العمل التطوعي. وتعاطين اننا كسودانيين مع العمل التطوعي. وخير المثال يعني انه الجالية تسع في مثلا في بيرطار يعني. فقل ما انه تجد تجد فيه جالية ناجحة يعني. فدائما دي ليلة. والله يا اخي ما شغل تطوعي يعني. لقيت وقت لقيت وقت ما لقيت وقت خلاص يعني. في حين انه. انت مفروض يعني طالما التزامت ما في النهاية العقود يعني. ادى عقد انت جيت وانتزامت وقلت للناس والله يا اخنا حا اقدم لكم الحاجة الفلانية. يعني انا اذكر يعني مثلا في واحدة من الشغل بتاع الجاليات ده واحد بكون السكرتير. ما حصل يوم من الايام كتب المنتز بتاعت الاجتماعات. وان كان هذا حاجة يعني. حاجة مهمة جدا يعني. ففهلان دي واحدة من الحاجات الناس المفروض تشتغل عليها. لانه. انا في رأيي انه الحري بس على الحصة في سودان دي. الحري دي ما 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 جات من فراق. ما جات من فراق. نعم جات حاجات مطراكمة جدا جدا. وهي الدت للانفجار الضخم ده. ونظر الله سبحانه وتعالى انه ينجي البلد منه. طيب يا دكتور ارجعك ارجعك للكتابة يعني. يعني السلطة على الواحد عشان يكون عشان يكتبوا كده لازم يقرأ كتير يعني. تمام. فانت من صغير كنت بتقرأ كتب بداعة ايمن وكده يعني. اكتر كتب راسخة في ذهنك يعني. شوف الحاجة كان بتعجبني في وقت ذاك. بنقول ما اسم من حداشر لي سلطة. كان بتعجبني السيارة الذاتية مثلا. اوه. مسلا انا ما اذكر كان في كتاب كده اصلا ما انسوا اسمه هيلاند كيلر. المرأة المعجزة. انا الغريبة ما قلت باعرف انطق ذاته. فكانت صورته في الهنام الكبيرة كده. قلت خلالنا ذاك. قلت هيلاند كيلر المرأة المعجزة. يعني عرفتها. ما فارز الحاجة. فما اسكننا لي ليه هسة. فالقصد انه انا دايو قلت بشوف السيارة الذاتية بتاعت الناس المشهورين دي كبير انسفيريشنال يعني. قلت عن غاندي. قلت عن اكزاندر المقدوني. والكتب اللي كانوا بعملها لبنانيين بصراحة كانت تسيقة. اللي بصورة غير عادية. لانه بعملها وفق للعمر. بعد انت قدر ما تمشي اقدام تلقى الكتاب الافضل لك. فكان فيها صور كثيرة جدا جدا. فمثلا اقول لك شنو. قلت القصة بتاعت هانيبال. اوه. برضو حاجة موتشة جدا زود شايل. افيال. امشي. ايجي لروما. يليف بمصير. ايجي بهناك ايجي لروما عشان يهاجم. يعني دي كل الناس. ناس صراعه كانوا ما طبيعين. وبتعكس لك الالتزام وكده. فالقصة دي كانت بالنسبة لي جميلة جدا. لما جيت تقول انت. في حاجة كان في تغييره طبعا. ان المطلق راية بيقى مختلف. وانا اذكر هنا الصديقة ماجدة نوري. الغريبة هي كانت جونيور بتاعنا. لكن الواحد مفروض يفتح راس ويتعلم من اي زود. فودتني لي جريدة كان اسمها فكروس. الجريدة دي اسمها اوبينيون ميكر يعني. فهي جريدة نيوزويك كده. وققت لي اخي الجريدة فكلام جميل جدا. الغريبة دار نشر الجريدة في بوزنان نفسها. على اي حال.ahan. لما بديت كنت بقرر الموضوع بتطلع فيوزة عشرين كلمة ما فاهم. اريفتها؟ كل موضوع بتلق فيوح حيات كثيرة جدا جدا. بعد ذلك بقيت يعني بالهايلايتر. تخيل مجلة عادية بقيت قرأة بالهايلايتر. لو كنت بقرأة كلها. يعني ممكن تمانين صفحة. يعني كتبت المقال ده تعلمت لو انه قرأت دي اللتابة قرأت خمسة سنة. كنت مشترك فيها بقيني كله كله اسبوع. بقيني في الدخلية يعني. قروش ما كثيرة طبعا بالوقت ذلك يعني. لكن وجوده يخليك تشجعك منه تقرأ. وتقرأ بتفاصيل. بعد ذلك. في فترة مشاهدة انجلترا. وكان يعني جريدة سوداني. سودان ديمقراطي الجازت كان بعمله بونامالوال. كان بكتب فيها صلاح منه? صلاح بندر. كان بكتب فيها صفحة واحدة باللغة العربية. ها الكتابة بتاعة بونامالوال دي ما بتنقري ذات. للأمانة يعني. انا ما شبت له حاجة بالانجليزي تكتب صعبة. لانه فعلا الصفحة انت ممكن تلقها مية كلمة مفاهمة. يعني بتكلم الانجليزي بتاع زمان اللي هو ما دنكت. المهم القراءة دي بتخليك تجرى الموضوع الترويسة التحليل الختام. الوسلوب ده. فيتبع عندك بتتطور يعني. الروايات صراحة ما قريت كتير للأمانة. لكن يعني قريت شعر شوية وعندك. بقد عندي اقتباسات وربية كتيرة طبعا. لانه بحكم انقطاعا من الصغافة العربية بهناك. بيجينا نجرى حاجة الناس اللي بهناك. فدي بخليك تفكر بصورة مختلفة بالناس. نعم. مختلفة خالص خالص. في تناولك للحاجات ذاته. لانه بتكتسب فهم الناس التانية عن حاجاته كده. نعم. نحن طبعا مشينا يعني مشينا للساعتين يعني. نعم. نحن شخص الله يسرحنا. جدا جدا. ايوة. فبعد شوية حنفتح طبعا نفتح النغاش للناس اللي معانا في الزوم. اي زولة جميع حبي يشارك معانا يرفع يده عشان لعب اللي هو ام يون. طيب يا دكتور. ارجع لك تاني بالحطة بتاعت الحطة بتاعت الحطة بتاعت الثيمس وكده يعني. الرابط الرابط شنو بين انا يعني لقيت طباك كتار جدا يعني يعني بيحشغوا بيحشغوا الجراية وبيحشغوا الكتابة يعني. طويس. فالرابط شنو بين اناتوا من نظرك يعني. انا في زول مهندس اسمه عسما طيب راجل لطيف جدا. احدا لي كتاب اسمه المعرفة الالهامية ولا كده. اناس ما مستحضر الاسم. لكن جاذب قصة الأطيبة كلهم. كتابه معروفين منهم بتاع سيكولوجية الجماهير ده كان اسمه لوبون وكده. نعم. كلهم الأطيبة. في الناس انهم ما كتب تخيلوا الأطيبة ذاته بالنسبة. نعم. لكن شاهدنا في الحديث انه الأطيبة لانه حياتهم كلها قصص. هم في السودان برضو او في العالم كان القرية اصلا صعبة. فانت عشان تماثر الماديسين ده بتكون قريت يعني كتب كثيرة في قصة الاطلاع دي بتكون موجودة. اصلا اذر روائز ما كانوا بتمشي. نوبادي كان ميكيت بالنسبة في الدنيا دي لو ما قرأ كتب كثيرة جدا جدا. قبل ما نمشي لمدارس الأطفال دي اللي بيقولوا علينا. يعني تريد الكتابة بالنسبة للطبيب لانه كل ما يجيه عيان بيديه قصص لها لها اول الاخر. فبتلقى ويكون عنده منحة. عندنا دكتور صديقنا اسمه دكتور وايل عبدو في في كان رئيس 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 رابطة طباء في ايرلندا. تزول بيكتب كتابة عجيبة جدا. نعم نعم دكتور يعني دكتور وايل عبدو له التحية والتقديره واحد من الاستضيفناه هنا في البرنامج يعني برضو يعني. فمن من وحي يعني واضي الكتاب يعني. كتاب كتابة تجنن ذاتي لانه 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 شو قلوه ذاته بين الحياة والموت. الناس مجبعة تلموت دي صورة دائما بتخليك في في موقف دائما متأمد. هو كان بيحكي مع بيحكي يعني حاجاته عن الناس اللي بيكونوا جايين باورام في المخ وكده. فانا اعتقد دي الحاجة الاساسية الناس بأطباء لسرة كثيرة ينسب صراحة مؤخرا اللي قلت له كتاب ما قريته لسه. آآ كان بزول سعودي طبيب اسرة برضو. لانه تلاقي حاجات كثيرة جدا والناس مرات بيسروا ليك بحاجات انت ذاتك لما يعني تندهيش لها. فبتلقي عنده بعض الناس الرغبة ينطوها. اعتقد ان المهندسين برضو لو كانوا تعرضوا لنفس التجربة بتاعتها. الحاجة البشرية دي. الحاجة الانسانية الطوالة كان سيكتبوا ديفينتلي. عندنا الوليد ما ديبو دكتور برضو يعني انجز كتب كثيرة جدا. لكن انت تتعامل مع حاجة بيري ريجد مرات بتجهجي هكي يعني. لانه طف يعني. حصاص وشارع بس يعني. طريقة. نعم. الناس اللي معانا يجعون في زول حاب يداخل عندنا مشاركة وكذا. طيب يا دكتور نرجع لطيب الوسرة يعني. طبعا طيب الوسرة الناس كثيرة يعني بيفتكر انه وانت وانت عشرتها للحاجة دي يعني قبل شوية يعني. فانا بدار رجع لك الكلام انت قلت بيه انه طيب الوسرة طبعا محتاج ليه وكل يعني كل الناس يعني ما بليل اغنيها بس يعني. لانه طيب الوسرة ده هو الاول زول انت بتقدر تمشي تقابله يعني. فعسنا مثلا هنا في بريطانيا بيقى مثلا لما انتمشي تقابل ما بالضرورة تقابل طبيب. ممكن تقابل سينيار نيرس يعني. بعد ذاك هو يشخصك ويعمل لك ريفير للحاجة المناثبة يعني تمام او للاخصائي المناثب يعني. طيب مستقبل طيب الوسرة في السودان يا دكتور ام جد. والله يشوف ان احنا هنا في قطر مؤخرا جونا جونا زملاء كثيرين جدا وتدربوا في السودان والحاجة العرفت انه فيه اربعمائة مركز صحي في السودان وكانوا بيأدوا في عمل كبير جدا بس كان فيه امكانيات بسيطة وبعض الناس اللي هو الناس ممكن تتفق معاو ماذا او تختلف معاو ومثلا دكتور معامل حميدة كان مهتم بمسألة طيب الاسرة دي امام اه مميزة ان الواحد الحاجة دي المفروض يقوله بيكون بتجرد يعني انه فاهم مسألة قصة طيب الاسرة دي وكان مهتم بها وكان عنده زي ديبلوما اعتقد. الناس اللي شوفوا الزملاء ناجيونا من السودان يعني اه ويل تريند لكن امكانيات البلد ضعيف يعني احنا في بلد بلد بلدار الاوروبية في حاجة سيما اه انت تزول لو لا قدر الله بعد الشرع عن عنكم وعنا السامعين يكون عنده مثلا سلطان انت محتاج ليه مثلا اه اه مضخة بتاعة مورفين تقولتها ليه في البيت يعني دائر امكانيات فطيب الاسرة من غير امكانيات ما حاقدر يؤدي كل الحاجة فانت دي الحاجة بتلاحظ انه عندهم هم شطار جدا ومقتدرين جدا لكن اذا انت دولتك بتصرف واحد في المية من دخلها القومة والاغلة اه بتصرف نص دولار على على الزول في اليوم تقريبا فانت ما هتقدر تعمل خدمات صح احنا دي المشكلة اول ما تتطور خدمات هتلقى التطور بتاع طيب الاسرة كثير واحنا ان شاء الله احنا برضو ناسنا خشوا فيه بسريع يعني انا ما ما اعتقد انه اقلل من 500-600 طيوز بالميت كده احكا ما اكتر وحيقدر حيكتسبوا بيه جيتهم في الخليج ده حيكتسبوا مهارات كبيرة جدا جدا وجيت الناس حتى في الخليج في في النهضة الاخيرة دي في قطر وفي الامارات حتى الاطيبة والمهندسين يعني اكتسبوا خبرات رهيبة جدا في البنية التحتية في العلاج الناس في النظم الالكترونية لعلاج المرضى وكده فانا انا متفايل بصراحة مش الوضع كعب لكن انا اعتقد ان السودان ده حيبقى افضل كتير جدا بعدما الحرج لكن العلم طبعا هيكون موجود وفي ذكريات الواحد ما حترح من ذهن الناس خالص نعم اديك العافية دكتور يعني يعني استمتعنا كثير جدا ونتمنى نتمنى لو كان الزمن بيزعيفنا وانو نتكلم في حاجات كثيرة جدا جدا لكن الدنيا الخميسة زي ما قال دكتور انور يعني ده من فكك لكن قبل الختام يا دكتور نعم كلمة قبل الختام والله انا شاكر ليكم وانا اعودت على قدر امكان انه الواحد يتكلم على سجدته كده من غير ما فاتمنى انه الكلام الواحد قاله عن بعض الحاجات السالبة في بلدنا ما تتفهم بانه زول بنتخذ مجتمع يعني فالقصة كله احنا في النهاية دي بلدنا وده لنا تمشي ده قدام وعاجبني حاجة قاله اخونا هاشم بنعوف مؤخرا في واحدة من الفيديوهات بيقول لك انت لو في يوم الغيامة مفروض تمشي تزرع يعني انت عارف القيامة قامت ذات فنحنا كلنا كشعب سوداني هس مهما الظرف عندناك صعب وكربنا شديد لكن البقدر يزرع 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 ما يتردد اي لحظة وان شاء الله كما هم جانينا اولادنا بيجنوا واحفادنا بيجنوا وشكرا لكم على الاستضافة وعذرون اغطينا عليكم واسهبنا في بعض الحاجات ثم اقدرنا بعض الحاجات نغطيها احتمال لكن شكرا لكم شديد الله اعطيك العافية دكتور لا بالعكس احنا اوصل شوف الوناسة دي بيزاين ده انه زول يجي اخذ راحتو يتكلم بسجيبتو يعني لانه هي ما هارتوك ولا برنامج سياسي نعم ولا برنامج يعني انا صراحة يعني حتى ما ما بحب انه الضيف يدعو بعمل باوربويني سلايد وحاجات دي فيجيتوا النسلين كده كانوا قاعدين معاوه في الصالوم بتاعوه وفي الحوج بتاعوه او كده يعني فسعيدين جدا الليلة جماعة باستطافة دكتور امجد ونمشي لدكتور دكتور انور قبل ما طيب انا والله بس في حاجة صغيرة قبل ما تختم بس يعني لو كان في اي منحنى ولا منحطف في حياتك ها دكتور امجد كده يفتكر انه والله كان محتاج مراجعة وانا لو انت رجعت لنفسك نفسها الشابة يورينقرسيلف مو قدتت دي انا صايح شنوه انا ديش سيستفيد منها الشباب دي احالزوبدة والكريمه اللي بنطلعه لوم الوانسات بصورة عامة والله شوف انا من الحاجات اللي اكتشفتها وكنت بتمنى انه يعني يعني يتوفر لي الزمن الزيادة انه اتعلم لغة اسبانية. ما عشان حاجة لانه يعني اكتشفت انه في عالم كامل من جنوب امريكا الشمالية لغاية الارجنتين دي احنا عارفين عنه قليل جدا جدا. ودايما تعرف لما انت تعرف يعني لغة منتشرة زي دي بتوديك لعشرين ثلاثين بلد. صح? ولا ما عارف كما. صحيح. كأنه بعدين فيها عالم من الموسيقى والفن والادب والكلام. فانا بس بس اتمنى انه كنت اكون عارفة اللغة دي لانه كان هتبتح لي ابواب كبيرة جدا. فدي الحاجة لكن ما هي حاجة ماينر طبعا. لانه لكن كنت بتمنى يكون عارفة يعني. يعني ما حبيت اكون بعارف فرنسي ولا حاجة دي. لكن اتمنى اذا كنت راغي بانه كنت بعارفه يعني او تجيني فرصة له. نعم نعم. طبعا مع وجود الديولينغو البتاء. انا نزول لو كسارك ليه سبعة تمانية دقائق في اليوم كده ممكن تصل تصموير يعني. طعيح. دكتور مجد والله انا سعيدين جدا بالامسية الجميلة دي. معاك ونشكر جميع الحضور هنا معنا في الزوم والناس التابعوا عبر صفحة ونسا عدل ونجاح في الفيسبوك. وكذلك عبر مجموعة الباحثين السودانيين. فنشكرك كثير جدا على عريحيتك وعلى كل الفضائل اللي قدمت علينا. خلال ونسا اتمنى لك التوفيق وانشاء الله نلتقي في ونسا وفي انشطة لخدمة المجتمع والوطن قادم انشاء الله. شكرا ليكم شكرا ليكم وتصبعوا على خير وشكرا للمتابعين كلهم. تسلام.